اجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط السادس عشر من الكتاب فلما انتهى بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله اني اختك من الرضاعة قال وما علامة ذلك قالت عضة على الثانيها في ظهري وانا متوركتك توركته حملته على ولكها فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم العلامة فبسط لها رداءه فاجلسها عليه وخيرها وقال ان احببتي فعندي محببة مكرمة وان احببتي ان امتعك وترجعي الى قومك فعلت فقالت تمتعني وتردني الى قومي فبتعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وردها الى قومها فزعمت بن سعد انه اعطاه علاما له يقال له مكهول وجارية فزوجت احداهما الاخرى فلم يزر فيهم من نسله ما بقية قال ابن هشام وانزل الله عز وجل في يوم حنين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم الى قوله وذلك جزاء الكافرين قال ابن اسحاق ثم ذنعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا حنين واموالها وكان على المغانم مسعود ابن عمر العفاري وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبايا والاموال الى الجعرانة فحبست بها عنوان غزوة الطائف في سنة ثمان ولما قدم فلوا ثقيف الطائف اغلقوا عليهم ابواب مدينتها وصنعوا الصمائع بالقتال ولم يشهد حنينا ولا حصار الطائف عروه ابن مسعود ولا غيلان ابن سلمة كان بجرش يتعلمان صنعة الدبابات والمجانيق والذبور حاشية الدبابة آلة من آلات الحرب يدخل فيها الرجال فيدبون بها الى الاسوار لينقبوها والمجانيق جمعوا من جنيق وهي من آلات الحصار يرمى بها الحجارة الثقيلة ونحوها والذبور مثل رؤوس الاسفات يتقى بها في الحرب عند الانصرف عودة للنص ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الطائف حين فرضى من حنين فقال كعب ابن مالك حين اجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم السير الى الطائف قضينا من كهامك كل ريب وخيبر وخيبر ثم اجمعنا السوف نخيرها ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا او ثقيفا فلست لحاصن ان لم تروها بساحة داركم منا الوفا وننتزع العروش ببطن وج وتصبح داركم منكم خلوفا فسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على نخلة اليمانية ثم على قرن ثم على المليح ثم على بحرة الرغاء ملية فاجتنا بها مسجدا فصلى فيه ثم سلك في طريق يقال لها الضيقة ثم خرج منها على نخب حتى نزل تحت سدرة يقال لها صادرة قريبا منا لرجل من ثقيف فأرسل أوليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن تخرج وإما أن نخرب عليك حائطك فأبى أن يخرج فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخرابه ثم مدى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل قريبا من الطائف فضرب به عسكرة فقتل به ناس من أصحابه بالنبل وذلك أن العسكر اقترب من حائط الطائف فكانت النبل تنالهم ولم يقدر المسلمون على أن يدخلوا حائطهم أغلقوه دونهم فلما أصيب أولئك النفر من أصحابه بالنبل وضع عسكره عند مسجده الذي بالطائف اليوم فحاصرهم بضعا وعشرين ليلة ومعه امرأتان من نساء إحداهما أم سلمة ابنة أبي أمية فضرب لهما قبتين ثم صلى بين القبتين ثم أقام فلما أسلمت ثقيف بنى على مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ابن أمية ابن وهب مسجدا وكانت في ذلك المسجد سارية فيما يزعمون لا تطلع الشمس عليها يوم من الدهر إلا سمع لها نقيض النقيض الصوت فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم قتالا شديدا وتراموا بالنبل حاشية قال ابن نشام ورماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنجنيق حدثني من أثق به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من رما في الإسلام بالمنجنيق رما أهل الطائف عودة للنص حتى إذا كان يوم الشدخة عند جدار الطائف دخل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت دبابة ثم زحفوا بها إلى جدار الطائف ليخرقوا فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد محماتا بالنار فخرجوا من تحتها فرمتهم ثقيف بالنبل فقفلوا منهم رجالا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أعناب ثقيف فوقع الناس فيها يقطعون وقد دلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر الصديق وهو منحاصر ثقيف يا أبا بكر إني رأيت أني أهديت لي قعبة مملوئة زد فنقر هذه فهراق ما فيها فقال أبو بكر ما أظن أن تدرك منهم لونك هذا ما تريد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا لا أرى ذلك ثم إن خويلة بنت حكيم السلمية وهي الرأة عثمان قالت يا رسول الله أعطني إن فتح الله عليك الطائف حلية بادية بنت غيلان أو حلية الفارغة بنت عقيل وكانت من أحلى نساء ثقيف أي من أكثرهن حلية فذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها وإن كان لم يؤذن لي في ثقيف يا خويلة فخرجت خويلة فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما حدث حدثتني خويلة زعمت أنك قلت قال قد قلتم قال أَوَمَا أُذِنَ لَكَ فِيهِمْ رَسُولَ اللَّهِ قال لا قال أَفَلَا أُذِنُ بِالرَّحِيلِ قال صلى الله عليه وسلم وقد جئت تنصر رسول الله فقال إني والله ما جئت لأقاتل ثقيفا معكم ولكني أردت أن يقتحى محمد الطائف فأصيب من ثقيف جارية أتطئها لعلها ترد لرجلا فإن ثقيفا قوم مناكير ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامته ممن كان محاصر بالطائف عبيد فأسلموا فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما أسلم أهل الطائف تكلم نفر منهم في أولئك العبيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أولئك أتقاء الله وكان ممن تكلم فيهم الحارث ابن كلبة وجميع من استشهد بالطائف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إثنى عشر رجلا سبعة من قريش وأربعة من الأنصار ورجل من ليث فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطائف بعد القتال والحصار قال بجير ابن زهير ابن أبي سلم يذكر حنينا والطائف كانت علالة يوم بطن حنين وغدات أوطاس ويوم الأبرق جمعت بإغواء عوازن جمعها فتبددوا كالطائر المتمزق لم يمنعوا منا مقاما واحدا إلا جدارهم وبطن الخندق ولقد تعرضنا لكي ما يخرجوا فتحصنوا منا بباب مغلقي ترتد حسرانا إلى رجراجة شهباء تلمع بالمنايا فيلقي ملمومة خضراء لو قذفوا بها حضنا لظل كأنه لم يخلقي ملمومة مجتنعة خضراء لما بها من السلاح حضن جبر بأعلى نجد بشي الضراء على الهراس كأنما قدر تفرق في القياد وتلتقي مشي الضراء أي في استخفاء وختل الهراس نبات له شوك قدر جمع قدر وهي الخيل تجعل أرجلها في مواضع أيديها إذا مشت ويروى فدر وهي العول المسنة في كل سابغة إذا ما استحصنت كأنه هبت ريحه المترقرقي السابغة الدرع التامة والنهي الغدير من الماء جدل تبسف ذو لهن معالنا من نسج داود وآل محرقي الجدل جمع جدلاء وهي الدرع الجيدة النسج وآل محرق آل عمر بن هند ملك الحرة أمر أموالها وازنة وسباياها وعطايا المؤلفة قلوبهم منها وإنعام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف عن الطائف على دحنى وهي مخلاف من مخاليف الطائف حتى نزل الجعرانة في من معه من الناس ومعه منها وعزنا سبيل كثير وقد قال رجل من أصحابه يوم ضعن عن ثقيف يا رسول الله ادعو عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نهد ثقيفا واتي بهم ثم آتاه وفد هواز بالجعرانة وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبي هواز ستة آلاف من الضراري والنساء ومن الإبل والشاء ما لا يدرى معدته فقالوا يا رسول الله إنا أصل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك ثم علينا من الله عليك وقام رجل من هواز ثم أحد بني سعد ابن بكر يقال له زهير يكنى أبا صرد فقال يا رسول الله إنما في الحضائر وهي جمع حضيرة وهي الزر يصنع للإبل والغنم ليكفها وكان السبي يوضع في الحضائر عماتك وخالاتك وحواظنك التي كنا يكفلنك ولو أنا ملحنا للحارف بن أبي شمر أو للنعمان ابن المنبر ثم نزل منا بمثل الذي نزلت به رجينا عطفه وعائدته علينا وأنت خير المكفلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم فقالوا يا رسول الله خيرتنا بين أموالنا وأحسابنا بل ترد إلينا نساءنا وأبناءنا فهو أحب إلينا فقال لهم أما ما كان لي ولدني عبد المطلب فهو لكم وإذا ما أنا صليت الظهر بالناس فقولوا إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائنا فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر قاموا فتكلموا بالذي أمرهم به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولدني عبد المطلب فهو لكم فقال المهاجرون وما كان لنا فهو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت الأنصار وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الأقرع ابن حابس أما أنا وبن تنين فلا وقال عوينة ابن حسن أما أنا وبن فزارة فلا وقال عباس ابن مرداس أما أنا وبن سليم فلا فقالت بني سليم بلى ما كان لنا فهو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عباس ابن مرداس لبني سليم وهنتموني أي أضعفتموني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما من تمسك منكم بحقه من هذا السبي فله بكل إنسان ست فرائض من أول سبي أصيبه فردوا إلى الناس أبناءهم ونساءهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد من هوازم وسألهم عن مالك ابن عوف ما فعل فقالوا هو بالطائف مع ثقيف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروا مالكا أنه إن أتاني مسلما رددت عليه أهله وماله وأعطيته مئة من الإبل فأتي مالك بذلك فخرج إليه من الطائف وقد كان مالك خاف ثقيفا على نفسه أن يعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قال فيحبسه فأمر براحلته فهي أتله وأمر بفرس له فأتي به إلى الطائف فخرج ليلا فجلس على فرسه فركبه حتى أتى راحلته حيث أمر بها أن تحبس فركبها فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركه بالجعرانة أو بمكة فرد عليه أهله وماله وأعطاه مئة من الإبل وأسلم فحسن إسلامه فقال مالك ابن عوف حين أسلم ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمدي أوفى وأعطى للجزين إذا اجتدي ومتى تشأ يخبرك عما في غني وإذا الكتيبة عردت أنيابها بالسنهري وضرب كل مهمدي فكأنه ليث على أشباره وسط الهباءة خادر في مرصدي الهباءة الغبار يثور عند اشتداد الحرب الخادر الذي في عرينه المرصد المكان يرقب منه ينأته باليقمة فاستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه وتلك القبائل ثماله وسلم وفهم فكان يقاتل بهم ثقيفا لا يخرج لهم سرح إلا أغار عليه حتى ضيق عليهم فقال أبو محجن الثقفي هابت الأعداء جانبنا ثم تغزونا بنوا سلمة وأتانا مالكم بهم ناقظا للعهد والحرمة وأتونا في منازلنا ولقد كنا أولي نقمة وأتبعه الناس يقولون يا رسول الله اقسم علينا فيئنا من الإبل والغنم حتى ألجأوه إلى شجرة فاختطفت عنه رداء فقال ردوا علي ردائي أيها الناس فوالله أن لو كان لكم بعدب شجر تهامة نعمة لقسمته عليكم ثم ماء الفيتوني بخيلا ولا جبانا ولا كذبا ثم قام إلى جنب بعير فأخذ وضرة من سلامه فجعلها بين أصبعه ثم رفعها ثم قال أيها الناس والله ما لي من فيئكم ولا هذه الوضرة إلا الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الخياط والمخيط الخياط الخيط والمخيط الإبرة فإن الغلول يكون على أهله عارا ونارا وشنارا يوم القيمة والشنار أقبح العار فجاء رجل من الأنصار بكبة من خيوط شعب والكبة ما جمع من الغزل ونحوه فقال يا رسول الله أخذت هذه الكبة أعمل بها برزعة بعير لدبر أي الذي به الدبر وهو القروح فقال أما نصيب منها فلك قال أما إذ بلغت هذه فلا حاجة لي بها ثم طرحها من يده وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم وكانوا أشرافا من أشراف الناس يتألفهم ويتألف بهم قومهم فأعطى أبا سفيان ابن حرب مئة بعير وأعطى ابنه معاوية مئة بعير وأعطى حكيم ابن حزام مئة بعير وأعطى الحارث ابن الحارث ابن كلدة مئة بعير وأعطى سهيل ابن عمر مئة بعير وأعطى حويتب ابن عبد العزة مئة بعير وأعطى العلاء ابن جارية الثقفي مئة بعير وأعطى عويلة ابن حسن مئة بعير وأعطى الأقرع ابن حابس التنمي مئة بعير وأعطى مالك ابن عوف النصري مئة بعير وأعطى صفوان ابن أميه مئة بعير فهؤلاء أصحاب المئين وأعطى دون المئة رجالا من قريش منهم مخرمة ابن نوفل الزهري وعمير ابن وهب الجمحي وهشام ابن عمر وأخو بني عامر ابن لؤي لا أحفظ ما أعطاهم وقد عرفت أنها دون المئة وأعطى سعيد ابن يربوع ابن عنكثة خمسين من الإبل وأعطى السهمية خمسين من الإبل وأعطى عباس ابن مرداس أباعر فسخطها فعاتب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عباس ابن مرداس وعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت نهابا تلافيتها بكري على المهر في الأجرع وإيقابي القوم أن يرقدوا إذا هجع الناس لم أهجعي فأصبح نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرعي وقد كنت في الحرب إذ تدرأي فلم أعطى شيئا ولم أمنعي ذا تدرأ ذا دفع عن قومي لم أعطى شيئا أي شيئا طائلا إلا أفعلا أعطيتها عديد قوائمها الأربع وما كان حص ولا حادث يفوقان شيخيا في المجمع وما كنت دون امرئ منهما ومن تضع اليوم لا يرفعي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فاقطعوا عني لسانه فأعطوه حتى رضي فكان ذلك قطع لسانه الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشية قال ابن هشام وحدثني بعض أهل العلم أن عباس ابن مرداس أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالنا أنت القائل فأصبح نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة فقال أبو بكر الصديق بين عيينة والأقرع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما واحد فقال أبو بكر أشهد أنك كما قال الله وما علمناه الشعر وما ينبغينا عودة للنص عن أبي سعير خدري قال لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت منهم القالة أي الكلام الرديل حتى قال قائلهم بقي والله رسول الله وسلم قومه فدخل عليه سعد ابن عبادة فقال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء قال فأين أنت من ذلك يا سعد قال يا رسول الله ما أنا إلا من قومي قال فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا وجاء آخرون فردهم فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال يا معشر الأنصار ما قالت بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم ألم آتكم بلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم قالوا بلى والله ورسوله أمن وأفضل أمن أكثر منك وهي النعمة ثم قال ألا تجيبونني يا معشر الأنصار قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله لله ولرسوله المن والفضل قال صلى الله عليه وسلم أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم أتيناك مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريبا فآويناك وعائلا فآسيناك أي أعطيناك حتى جعلناك فأحدنا انتهى الوجه الأول شكرا أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم فوالذي نفس محمد بيده لو لا الهجرة لكنتم رؤى من الأنصار ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار قال فبكى القوم حتى أخذلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله قسما وحدا ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا أموال عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة واستخلافه عتاب ابن أسينغ على مكة وحج عتاب بالمسلمين سنة ثمان قال ابن إسحاق ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة معتمرا وأمر بدقايا الفر فحبس من جنة بناحية مر الزهران فلما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرته انصرف راجعا إلى المدينة واستخلف عتاب ابن أسينغ على مكة وخلف معه معاذ ابن جبل يفقه الناس في الدين ويعلمهم القرآن واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقايا الفير حاشية قال ابن هشان وبلغني عن زيد بن أسلم أنه قال لما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم عطاب بن أسينغ على مكة رزقه كل يوم درهما فقام فخطم الناس فقال أيها الناس أجاع الله كبد من جع على درهم فقد رزقني رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما كل يوم فليست لي حاجة إلى أحد عودة من نص وكانت عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الكعدة فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في بقية ذي الكعدة أو في أول ذي الحجة قال ابن إسحاق وحج الناس تلك السنة على ما كانت العرب تحج عليه وحج بالمسلمين تلك السنة عتاب ابن أسين وهي سنة ثمان وأقام أهل الطائف على شركهم وانتناعهم في طائفهم ما بين ذي الكعدة إذ انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شهر رمضان من سنة تسعة أمرا أمر كعب بن زهير بعد الانصراف عن الطائف ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صرفه عن الطائف كتب بجير ابن زهير ابن أبي سنة إلى أخي كعب ابن زهير يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه وإن من بقي من شعراء قريش ابن الزبعرى وهبيرة ابن أبي وهب قد هربوا في كل وجه فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر إلى عليه وسلم فإنه لا يقتل أحدا جاءه تائبا وإن لم تفعل فانجو إلى نذائك من الأرض وكان كعب قد قال أنا أبلغا عني بجيرا رسالة فهلك فيما قلت ويحك هلك فبين لنا إن كنت لست بفاعل على أي شيء غير ذلك دلك على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائر إما عثرت لعلك سقاك بها المأمون كأسا روية فأمهلك المأمون منها وعلك بآسف بنادم وقوله لعن لك كلمة تقال للعاثر يدعى له بها ومعناها قم وانتعش وأنهلك سقاك النهل وهو الشرب الأول وعلك سقاك العلم والعلم الشرب الثاني قال وبعث بها إلى بجير فلما أتت بجيرا كرم أن يكتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشده إياه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع سقاك بها المأمون صدق وإنه لكذوب أنا المأمون ولما سمع على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه قال أجل لم يلف عليه أباه ولا أما قال ابن اسحاق فلما بلغ كعبا الكتاب باقت به الأرض وأشفق على نفسه وأرجف به من كان في حاضره من عدوه فقالوا هو مقتول فلما لم يجد من شيء بدا قال قصيدته التي يمبح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر فيها خوفه وإرجاف الوشاة به من عدوه ثم خرج حتى قدم المدينة فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة من جهين كما ذكر فغدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى السبح فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشار له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا رسول الله فقم إليه فاستأمنه فذكرني أنه قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إليه فوضع يده في يده وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه فقال يا رسول الله إن كعب ابن زهير قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلمة فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال أنا يا رسول الله كعب ابن زهير قال ابن إسحاق فحدثني عاصم ابن عمر ابن قتادة أنه وثب عليه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله دعني وعدو الله أضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه عنك فإنه قد جاء تائبا نازعا عما كان عليه فغبب كعب على هذا الحي من الأنصار لما صنع به صاحبه وذلك أنه لم يتكلم فيه رجلا من المهاجرين إلا بخير فقال قصيدته التي قال حين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بانت سعاد فقلب اليوم مكبون متيم إثرها لم يفد مكبون مبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمون مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مماعيض وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل لقد أقوم مقاما لن يقول به يرى ويسمع ما قد أسمع الفيل لذل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل ما زلت أقططع البيداء مدرعا جمحا ملام وثوب الليل مسدول حتى وضعت يميني ما أنازعها في كفلي نقيمات قيله القيل فله أخوف عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب ومسؤول من ضيغم بضراء الأرض مخدره في بطن عثر غيل دونه غيل يعد فيلحم برغامين عيشهما لحم من الناس معفور خراجيل إذا يساور قرنا لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مفلول منه تضل سباء جو نافرة ولا تمشى بواديه الأراجيل ولا يزال بواديه أقوثقة مضرج البز والدرسان مأقول إن الرسول لن يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول في عسبة من قريش قال قائلهم بضطن مكة لما أسلموا زولوا زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل شن العرانين أبطال لديو سهم من نسج داود في الهيجى سرابير بير سوابه قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء مجدول ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا ميروا يمشون مشي الجنال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرد سعود التنابيل لا يقع الطعن إلا في نهورهم وما لهم عن حياب الموت تهلير قال عاصم ابن عمر ابن قتاذة فلما قال كعب إذا عرد السود التنابل وإنما أريدنا معشر الأنصار لما كان صاحبنا صنع به ما صنع وخص المهاجرين من قريش من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بملحته غذبت عليه الأنصار فقال بعد أن أسلم يندح الأنصار ويدكر بلاءهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضعه من اليمن إن صره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار ورث المكار مكابرا عن كابر إن الخيار هم بن الأخيار المكرهين السنهرين بأذرع كسوافر الهنبي غير قصار والناظرين بأعين محمرة كالجمر غير كليلة الإنصار والبائعين نفوسهم لنبيهم للموت يوم تعانق وكرار والذائدين الناس عن أدوانه بالمشرفه وبالقنى الخطار يتطهرون يرونهم مسكا لهم ببناء من علقوا من الكفار دربوا دربوا كما دربت ببطن خفية غرب الرقاب من الأسود ضوار وإذا حملت لينعوك إليهم أصبحت عند معاقل الأغفار ضربوا علي يوم مدر ضربة دانت لوقعتها جميع مزار حاشير علي أراد به علي ابن مسعود ابن نازم الغساني وإليه تنسب بن كنان لأنه كفل ولد أخي عبد منا ابن كنان بعد وفاته فنسب إليه لو يعلم الأقوام علمي كله فيهم لصدق للذين أماري قوم إذا خوت النجوم فإنهم للطارقين النازلين مقار في الغر من عسان من جرثومة أعيت محافرها على المنقار خوت النجوم سقطت ولن تنكر في نوعها والطارقين الذين يأتون ليلا والمقار جمع مقري وهو الكثير الإطعام للضيف المحافر موعد الحفر والمنقار حديدة كالفأس ينقر بها قال ابن هشام ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين أنشده بانت سعاد فقلب اليوم متبول لولا ذكر الأنصار بخير فإنه لذلك أهل فقال كعب هذه الأبياد وهي في قصيدة الله وذكر لي عن علي بن زيد ابن جدعان أنه قال أنشد كعب ابن زهير رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد بانت سعاد فقلب اليوم متبول عمرا غزوة تبوك في رجب سنة تسع ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ما بين ذو الحجة إلى رجب ثم أمر الناس بالتهيئ لغزوة الروم وقد ذكر لنا الزهري ويزيد ابن ريمان وعبد الله ابن أبي بكر وعاصم ابن عمر ابن قتادة وغيرهم من علمائنا كل حدث في غزوة تبوك ما بلغه عنها وبعض القوم يحدث ما لا يحدث بعض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتهيئ لغزو الروم وذلك في زمن عسرة من الناس وشدة من الحر وجذب من البلاد وحين طابت الثمار والناس يحبون المقام في ثمار وذلالهم ويكرهون الشخص على الحال من الزمان الذي هم عليه وكان رسول الله قل الله عليه وسلم قل لما يخرج غزوة إلا كان عنها وأخبر أنه يريد غير الوجه الذي يصمد له أي يقصد إلا ما كان من غزوة تبوك فإنه بيّنها للناس لبعد الشقة وشدة الزمان وكثرة العدو الذي يصمد له ليتأحد الناس لذلك أهبته فأمر الناس بالجهاز وأخبرهم أنه يريد الروم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في الجهاز ذلك من جد بن قيس أحد بن سلم يا جد هل لك العام في جلاد بن الأصفر وبن الأصفر همرون فقال يا رسول الله أَوَ تَأذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنْي فَوَاللَّهُ لَقَدْ عَرَفَ قَوْمِي أَنَّهُ مَا مِنْ رَذْلٍ بِأَشَدَّ عُجْدًا بِالنِّسَاءِ مِنِّي وَإِنِّي أَخْشَئِ إِنْ رَأَوْتُ صعبا أصفر ألا أصبر فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد أذنت لك ففي الجد بن قيس نزلت هذه الآية ومنهم يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافر أي إن كان إنما خشي الفتنة من نسائب الأصفر وليس ذلك به فما سقط فيه من الفتنة أكبر بتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرغبة بنفسه عن نفسه يقول وإن جهنم لمن ورائه وقال قوم من المنافقين بعدهم لبعض لا تنفروا في الحر زهادة في الجهاد وشكا في الحق وإرجافا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأنذر الله تبارك وتعالى فيهم وقالوا لا تنفروا في الحر قل آم جهنم أشد حرا لو كان يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون قال ابن إسحاق ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جد في سفره وأمر الناس بالجهاز والانكناش وحض أهل الغنى على النفقة والحملان الحملان مصدر حمل يحمل وقد يراد به ما يحمل عليه من الضوات في سبيل الله فحمل رجال من أهل الغنى واحتصبوا وأنفق عثمان ابن عفان في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها حتى قرأ ابن عشان حدثني من أفق به أن عثمان ابن عفان أنفق في جيش العسرة في غزوة تبوك ألف دينار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارضى عن عثمان فإني عنه رام عودة للنس ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم البكاءون وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم من بني عمر بن عوف سالم بن عمير وعلبة بن زيد أخو بني حارفة وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بني نازم بن نجار وعمر بن حمام بن جموح أخو بني سلمة وعبد الله بن مغفل المزري وبعض الناس يقول فقال لا أجد ما أحملكم عليه فتولوا وأعينهم تفيضون الدنع حزرا أن لا يجدوا ما نفقوا فدلغا أن ابن يامين ابن عمير ابن كعب النظري لقي أبا ليلى عبد الرحمن ابن كعب وعبد الله ابن مغفل وهما يبكيان فقال ما يبكيكما قال جئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملنا فلم نجد عنده ما يحملنا عليه وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج ما فأعطاهما ناضحا له فارتحلا وزودهما شيئا من تمر فخرجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر أنهم نفر من بني غفار وجاءهم معذرون من الأعراب فاعتذروا إليه فلم يعذرهم الله تعالى ثم استفدى برسول الله صلى الله عليه وسلم سفر أي تتابع واستمر وأجمع السير وقد كان نفر من المسلمين أبعت بهم النية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخلفوا عنه عن غير شك والارتياب منهم كعب ابن مالك ابن أبي كعب ومرارة ابن الربيع وهلان ابن أمية وأبو خيثمة وكان نفر صدق لا يتهمون في إسلامهم فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عسكره على ثمية الوداع وهي ثمية مشرفة على المدينة يطعها ويريد مكة وضرب عبد الله وضرب عبد الله ابن أبي معه على حدة عسكره أسفل من نحو ذوبا وهو جبل بالمدينة وكان فيما يزعون ليس بأقل العسكرين فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عنه عبد الله ابن أبي فيمن تخلف من المنافقين وأهل الربيع وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضوان الله عليه على أهله وأمره بالإقامة فيه فأرجف به المنافقون والإرجاف توليد الأخبار الكاذبة وقالوا ما خلفه إلا استثقالا وتخففا منه فلما قال ذلك المنافقون أخذ علي بن أبي طالب رضوان الله عليه سلاح ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف والجرف موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشم به كانت أموال لعمر بن الخطاب ولأهل المدينة فقالوا يا نبي الله زعم المنافقون أنك إنما خلفتني أنك استثقلتني وتخففت مني فقال كذب ولكنني خلفتك لما تركت ورائي فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك أفلا ترجع يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد فرجع علي إلى المهنة ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سفره ثم إن أبا خيثمة رجع بعد أن سار رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما إلى أهله في يوم حار فوجد امرأتين له في عريشي العريش فلما دفل قام على باب العريشي فنظر إلى امرأتي وما صنعت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح والحر وأبو خيثمة في غل بارد وطعام مهيئ وامرأة حسنا في ماله مقيم ما هذا بالنصف والنصف بالكسر الإنصاف ثم قال والله لا أدخل أي شواكت منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فهي آل زاد ففعلت ثم قدم ناضحه فارتح له الناضح البعير مستقى عليه ارتح له وضع عليه الرحل ثم خرج في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه حين نزل تبوك وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير ابن وهب من ذنحي في الطريق يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فترافق حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير بن وهب إن لي ذنبا فلا عليك أن تخلف عني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل حتى إذا دنوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بتبوك قال الناس هذا راكب على الطريق مقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة فقالوا يا رسول الله هو والله أبو خيثمة فلما أناخ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لك يا أبا خيثمة حاشية أولا لك كلمة فيها معنى التهديد وهي اسم سمي به الفعل ومعناها فيما قال المفسرون دنوت من الهلكة انتهى الشريط السادس عشر وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط السابع عشر من الكتاب ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر بالحجر نزلها واستقى الناس من بئرها فلما راحوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا من مائها شيئا ولا تتوضأوا منه للصلاة وما كان من عجين عجنتمه فأعرفوه الإذن ولا تأكلوا منه شيئا ولا يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه مصاحب له ففعل الناس ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته وخرج الآخر في طلب بعير له فأما الذي ذهب لحاجته فإنه خنق على مذهبه حاشية وقال لموضع الغائط الخلاق والمذهب وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى طرحته بجبلي طيل فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم أنهكم أن يخرج منكم أحد إلا ومعه مصاحبه ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي أصيب على مذهبه فشفي وأما الآخر الذي وقع بجبلي طيل فإن طيئا أهدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة فلما أصبح الناس ولا ماء معه شكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل الله سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجته من الماء ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار حتى إذا كان ببعض الطريق ظلت ناقته فخرج أصحابه في تنبه وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه يقال له عمارة ابن حزم وكان عقبيا بدريا وهو عم بن عمر ابن حزم وكان في رحله زيد ابن لسيت القي نقاعي وكان منه ثقة فقال زيد ابن لسيت وهو في رحل عمارة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس محمد يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمارة عنده إن رجلا قال هذا محمد يخبركم أنه نبي ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها وهي في هذا الواد في شعب كذا وكذا قد حبستها جرة بزمانها فانطلقوا حتى تأتون بها فذهبوا فجاءوا بها فرجع عمارة ابن حزم إلى رحله فقال والله لعجب من شيء حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعرف عن مقالة قائر أخبره الله عنه بكذا وكذا بالذي قال زيد ابن مصيد فقال رجل من من كان في رحل عمارة ولم يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد لله قال هذه المقالة قبل أن تأتي فأقبل عمارة على زيد يجأ في عنقه أن يطعن فيها ويقول إلي عباد الله إن في رحلي لداهية وما أشعر اخرج أي عدو الله من رحلي فلا تصحبني فزعم بعض الناس أن زيد انتاذ بعد ذلك وقال بعض الناس لم يزل متهما بشر حتى هلك ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا فجعل يتخلف عنه الرجل فيقولون يا رسول الله تخلف فلا فيقول دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه حتى قيل يا رسول الله قد تخلف أبو ذر وأبطأ به بعيره فقال دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه وتلون أبو ذر على بعيره أي انتظر فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فحمله على ذهره ثم خرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناشيا ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازل فنذر ناذر من المسلمين فقال يا رسول الله إن هذا لرجل يمشي على الطريق وحده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر فلما تأمله القوم قالوا يا رسول الله هو والله أبو ذر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا ذر ينشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده عن عبد الله بن سود قال لما نفى عثمان أبا ذر إلى الربية وأصابه بها قدر لم يكن معه أحد إلا امرأته وغلامه فأوصاها أن يغسلاني وكفناني ثم ضعاني على قارعة الطريق فأول ركب يمر بكم فقولوا هذا أبو ذر صاحب ركب الله صلى الله عليه وسلم فأعينونا على دفنه فلما مات فعلى ذلك به ثم وضعاه على قارعة الطريق وأقبل عبد الله ابن مسعود في رحط من أهل العراق عمار أي معتنمون فلم يرهم إلا بالجنازة على ظهر الطريق قد كاد في الإبل تطعها وقام إليهم الغلام فقال هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعينونا على دفنه قال فاستهل عبد الله ابن مسعود يدكي ويقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك ثم نزل هو وأصحابه فواروا ثم حدث عبد الله ابن مسعود حديثه وما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى تبوك ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أتاه يحنة ابن رؤبة صاحب أيلة فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجزية وأتاه أهل جرباء وأذرح فأعطوه الجزية فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم كتابا فهو عندهم فكتب ليحنة ابن رؤبة بسم الله الرحمن الرحيم هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله ليحنة ابن رؤبة وأهل أيلة سفنهم وسيارتهم في البر والبحر لهم ذمة الله وذمة محمد النبي ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحوم ماله دون نفسه وإنه طيب لمن أخذه من الناس وإنه لا يحل أن يمنعوا ماء يريدونه ولا طريقا يريدونه من بر أو بحر رموان بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكيد ريدوه ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا خالد بن الوليد فدعث إلى أكيدر أومة وهو أكيدر ابن عبد الملك رجل من كندة كان ملكا عليها وكان مصرانيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد إنك ستجده يصيد البقر فخرج خالد حتى إذا كان من حصه بمنبر العين وفي ليلة مقمرة صائفة وهو على سطح له ومعه امرأته فباتت البقر تحك بقرنها باب القصر فقالت له امرأته هل رأيت مثل هذا قط قال لا والله قالت فمن يترك هذه قال لا أحد فنزل فأمر بفرسه فأسرج له وركض معه نفر من أهل بيتهم فيهم أخ له يقال له حسنان فركض وخرجوا معه بمطاردهم المطارد جمعوا نطرد وهو رمح قصير يطارد به الوحش فلما خرجوا تلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذته وقتلوا أخاه وقد كان عليه قباء من دباج مخوص بالذهب أي منسود به فاستلبه خالد فبعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قدومه به عليه عمرس بن مالك قال رأيت قباء أكيدر حين قدم به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم ويتعجبون منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا فوالذي نفسي بيده لمنادور سعد بن معاد في الجنة أحسن من هذا قال ابن اسحاق ثم إن خالدا قدم بأكيدر فقال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحقن له دمى أي أنقذه من القطر وصالحه على الجزية ثم خلى سبيله فرجع إلى أيده فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتدود بضع عشرة ليلة فقال لم يجاوزها ثم انصرف قافلا إلى المدينة وكان في الطريق ماء يخرج من وشل والوشل بفتح الواوي والشين حجر أو جبل يقتر منه ماء قليلا قليلا والوشل أيضا القليل من الماء ما يروا الراكب والراكبين والثلاثة بواد يقال له واد المشقق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبقنا إلى ذلك الواد فلا يستقين منه شيئا حتى نأتيه قال فسبقه إليه نفر من المنافقين فاستقوا ما فيه فلما أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه فلم يرى فيه شيئا فقال من سبقنا إلى هذا الماء فقيل له يا رسول الله فؤان وفلا فقال أولا أنههم أن يستقوا منه شيئا حتى آتيه ثم لعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم ثم نزل فوضع يده تحت الوشر فجعل يصب في يده ما شاء الله أن يصب ثم رضحه به ومسح بيده ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما شاء يدعو به فانخرق من الماء كما يقول من سمعه ما إن له حسا كحس الصوارق فشرب الناس واستقوا حاجتهم منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيتم أو من بقي منكم لتسمعن بهذا الواضي وهو أخصب ما بين يديه وما خلفه قال ابن إسحاق وذكر ابن شهاد الزهرين عن ابن أكيمة الليثي عن ابن أخي أبي رهم اللي فاري أنه سمع أبارهم كنثوم ابن حسين وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بايعوا تحت الشجرة يقول غزلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فسرت ذات ليلة معه ونحن بالأخضر قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخضر نوضع قرب تبوك بينه وبين وادي القرى وألقى الله علينا المراس فتفقت أستيقل وقدمت راحلتي من راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفرعني تنويها منه مخافة أن أسيب إجله في الغرز فتفقت أحوز راحلتي عنه حتى غلبتني عيني في بعض الطريق ونحن في بعض الليل فزاحمت راحلتي راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله في الغرز فما استيقلت إلا بقوله حسي وهي كلمة معناها أتألم فقلت يا رسول الله استغفر لي فقال سر فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألني عن من تخلف من دنيا قلت والله ما أعرف هؤلاء منا قال بل الذين له معهم بشبكة شدخ وشبكة شدخ من منازل الغفار وأسلم بالحجاز فتذكرتهم في بني غفار ولم أذكرهم حتى ذكرت أنهم رهط من أسلم كانوا حلفاء فينا فقلت يا رسول الله أولئك رهط من أسلم كانوا حلفاء فينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منع أحد أولئك حين تخلف أن يحمل على بعير من إبرة امرأة نشيطا في سبيل الله إن أعز أهلي علي أن يتخلف عني المهاجرون من قريش والأنصار وغفار وأسلم عنوان أمر وفد ثقيف وإسلامنا في شهر رمضان سنة تسع قال ابن إسحاق وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من تبوك في رمضان وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف وكان من حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف عنه اتبع أثره عروة ابن مسعود الثقفي حتى أدركه قبل أن يصل إلى المدينة فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتحدث قبله إنهم قاتلوك وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيهم نخوة الانتناع الذي كان منه فقال عروة يا رسول الله أنا أحب إليهم من أبكارهم ويقال من أبصارهم وكان فيهم كذلك محبدا مطاعة فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء أن لا يخالفوا لمنزلته فيهم فلما أشرف لهم على علية له وهي الغرفة وقد دعاه إلى الإسلام وأظهر لهم دينه رموه بالنبل من كل وجه فأصابه سهم فقتله فتزعم بني مالك أنه قتله رجل منهم ويقال له أوس ابن عوف أخو بني صالم ابن مالك وتزعم الأحلاف أنه قتله رجل منهم من بني عتاب ابن مالك ويقال له وهد ابن جابر فقيل لعروة ما ترى في دنك قال كرامة أكرم لله بها وشهادة ساقها الله إليه فليس فيه إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم فادفنوني معه فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه إن مثله في قومه لك مثل صاحب ياسين في قومه ثم أقام الثقيف بعد قتل عروة أشهرى ثم إنهم ائتمروا بينهم ورأوا أنه لا ترقة لهم بحرب من حولهم من العرب وقد بايعوا وأسلموا فأتمروا بينهم وأجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كما أرسلوا عروة فكلموا عبد يالون ابن عمر ابن عمير وكان سن عروة ابن مسعود وعرضوا ذلك عليه فأبى أن يفعل وخشي أن يسنع به إذا رجع كما سنع بعروة فقال لست فاعلة حتى ترسلوا معي رجالا فأجمعوا أن يبعثوا معه رجلين من الأحلاف وثلافة من بني مالك فيكونوا ستة فبعتوا مع عبد يالين الحكم ابن عمر ابن وهب ابن معتب وشرحبين ابن غيلان ابن سلمة ابن معتب ومن بني مالك عثمان ابن أبي العاص ابن بشر ابن عبد لبنان أخى بني يسار وأوس ابن عوف أخى بني سالم ونمير ابن خرشة ابن ربيعة أخى بني حارث فخرج بهم عبد يالين وهو ناب القوم أي سيدهم والمدافع عنهم وساحب أمرهم ولم يخرج بهم إلا خشية ما سمع بعره ابن سعود بكي يشرع كل رجل منهم إذا رجعوا إلى الطائف رغطة رغطة فلما ظلوا من المدينة ونزلوا قناة ألفوا بها المزيرة ابن شعبة يرعى في نوبته ركاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت رعيتها موبا على أصحابه صلى الله عليه وسلم فلما رآهم ترك الركاب عند الثقافيين وذبر يشتد أي وثب وذبر الفرس إذا جمع قوائمه ووثب لمبشر رسول صلى الله عليه وسلم بقدومهم عليه فلقيه أبو بكر الصديق قبل أن يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره عن رتب فقيف أن قد قدموا يريدون البيعة والإسلام بأن يشت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شروطا ويكتتبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا في قومهم وبلادهم وأموالهم فقال أبو بكر المهي أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقول أنا أحدث ففعل المهيرة فدخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقدومهم عليه ثم خرج المهيرة إلى أصحابه فروح الظهر معهم وعلمهم كيف يحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفعلوا إلا بتحية الجعل ولما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عليه قبة في ناحية مسجد كما يزعون فكان خارب ابن سعيد ابن العاص هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اكتتبوا كتابه وكان خالد هو الذي كتب كتابهم بيده وكانوا لا يطعمون طعاما يأتيهم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأكل منه خالد حتى اسلموا وفرروا من كتابهم وقد كان فيما سألوه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع لهم التاغية وهي اللات لا يهدمها ثلاث سنين فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم فما برحوا يسألونه سنة سنة ويأبى عليهم حتى سألوا شهرا واحدا بعد مقدمهم فأبى عليهم أن يدعها شيئا مسمى وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يتسلموا بتركها من سفهائهم وإنسائهم وذرارهم ويكرهون أن يروعوا قولهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يبعث أبى سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة فيهدمها وقد كانوا سألوه مع ترك التاغية أن يعفيهم من الصلاة وأن لا يكسروا أوثانهم بأيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كسر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم منه وأما الصلاة فإنه لا خير في دين لا صلاة فيه فقالوا يا محمد فسنؤتيكها وإن كانت دناء فلما أسلموا وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتالهم أمر عليهم عثمان ابن أبي العاص وكان من أحدثهم سنة وذلك أنه كان أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن فقال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني قد رأيت هذا الغلام منهم من أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن فلما فرهوا من أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة في هدم الطاغية فخرج مع القوم حتى إذا قدم الطائف أراد المغيرة بن شعبة أن يقدم أبا سفيان فأبى ذلك أبو سفيان عريب وقال ادخل أنت على قومك وأقام أبو سفيان بمالدي بذي الهدن وهو ماء وراء واد القرى انتهى الوجه الأول فلما دخل المغيرة ابن شعبة علىها يضربها بالنعوة وقام قومه دونه بن معتب خشية أي يرمى أو ساب كما أصيب عوة وخرج نساء ثقيف حسرا يبكين عليها ويقوم لتبكين دفاع أسلمها الرضاع لم يحسن المصاع ودفاع هو صيرة منالغة في الدفع وإننا سمّوا طاغيتهم دفاع لأنهم كانوا يعتقدون أن الأصنام تدافع عنهم أعداءهم وتدفع عنهم البلاء والرضاع جمع راضع وأردن بهم اللئان من قولهم لئيم راضع أي لم يدافعوا عن طاغيتهم وتركوها للمغيرة يهدمها والمساع بكسر المين المجالدة والمضاربة بالسيوف ويقول أبو سفيان والمغيرة يضربها بالفأس وَاهَلْ لَكَ آهَلْ لَكَ وَاهَلْ لَكَ كَرِمَةٌ تُقَالِ فِي مَعْنَى التأسف فلما هدمها المغيرة وأخذ مالها وحليها أرسل إلى أبي سفيان وحليها مجموع ومالها من الذهب والجزع والجزع ضرب من الخرز فيه بياض وزواد وقد كان أبو مليح ابن عروة وقارب ابن أسود قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفد ثقيف حين قتل عروة يريدان فراق ثقيف وأن لا يجامعهم على شيء أبدا فأسلم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم توليا من شئتنا فقال نتولى الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالنا أبا سفيان ابن حرب فقال وخالنا أبا سفيان فلما أسلم أهل الطائف ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان والمغيرة إلى هدم الطاغية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو مليح ابن عروة أن يقضي عن أبيه عروة دينا كان عريب من نار الطاغية فقال له رؤون الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال له قارب ابن أسود وعن الأسود يا رسول الله فقضه وعروة والأسود أخوان لأبن أم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأسود نات مشركة فقال قارب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لكن تصل مسلما ذا قرابة يعني نفسه إنما الدين عليه وإنما أنا الذي أطلب به فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان أن يقضي يدينا عروة والأسود من نار الطاغية فلما جمع المذيورة ما لها قال لأبي سفيان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرت أن تقضي عن عروة والأسود بينهما فقضى عنهما وكان كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب له بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النميل رسول الله إلى المؤمنين إن عباه وج لا يعدد العباه شجر له شوق واحدته عباه ووج اسم نوضع بالطائف ولا يعدد أي لا يقطع من وجد يفعل شيئا من ذلك فإنه يجلد وتنزع ثيابه فإن تعدى ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ به النبي محمد وإن هذا أمر النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد عبد الله فلا يتعده أحد فيظلم نفسه فيما أمره به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوان ذكر سنة تسع وتسميتها سنة الوفود ونزول سورة الفتح قال ابن اسحاق لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم نبه وفرغ من تبوك وأسلم الثقيف وبايعت ضربت إليه وفود العرب من كل وجه حاشية قال ابن هشان حدثني أبو عبده أن ذلك في سنة تسع وأنها كانت تسمى سنة الوفود وإنما كانت العرب تربص بالإسلام أمر هذا الحين القريش كانوا إمام الناس وهاذيهم وأهل البيت والحرم وصريحة ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام وقادت العرب لا ينكرون نالك وكانت قريش هي التي نصبت لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافه فلما افتتحت مكة ودالت له قريش ودوخها الإسلام أي ذللها وأخضعها عرفت العرب أن له لا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عدوته فدخلوا في دين الله كما قار الله أزوجا أفواجا يضربون إليه من كل وجه يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أعلم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء أنصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أي فاحمد الله على ما أظهر من دينك واستغفره إنه كان توابا عموان قدوم وفد بني تميم ونزول سورة الحجورات فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفود العرب فقدم عليه عطارد ابن حاجب ابن زرارة ابن أدس التميمي في أشراف بني تميم منهم الأقرع ابن حابس التميمي والزبرقان ابن بدرم التميمي أحد بني سعد وعمر ابن الأهتم والحبحاب ابن يزيد وفي وفد بني تميم نعيم ابن يزيد وقيس ابن الحارث وقيس ابن عاصم أخو بني سعد في وفد عظيم من بني تميم ومعهم أولينة ابن حسم ابن حذيفة ابن بدرم الفزاري وقد كان الأقرع ابن حابس وعلينة ابن حسم شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وحنينا والتعف فلما قدم وفد بني تميم كان معهم فلما دخل وفد بني تميم المسجد نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء حجوراته أن يخرج إلينا يا محمد فآذى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من صياحه فخرج إليهم فقال يا محمد جئناك نفاخرك فأذى لشاعينا وختيبنا قال قد أذنت لختيبكم فليقل فقام عطارد ابن حاجب فقال الحمد لله له علينا الفضل والمن وهو أهله الذي جعلنا ملوكا ووهب لنا أموالا عظاما نفعل فيها المعروف وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثره عددا وأيسره عددا فمن مثلنا في الناس ألسنا برؤوس الناس وأولي فضلهم فمن فاخرنا فليعدد مثل ما عددنا وإنا لو نشاء لأكثرنا الكلام ولكن نحيا من الإكثار فيما أعطانا وإنا نعرف بذلك أقول هذه الآن تأتو بمثل قولنا وأمر أفضل من أمرنا ثم جلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن الشناس أخي بن الحارف بن الخزرج قل فأجب الرذل في خطبته فقال ثابت فقال الحمد لله إن للسماوات والأرض خلقه قضى فيهن أمره ووسع كرسيه علمه ولم يكن شيء قد إلا من فذله ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكا واستفى من خير خلقه رسولا أكرمه نسبا وأصدقه حديثا وأفضله حسبا فأنزل عليه كتابه وأتممه على خلقه فكان خيرة الله من العالمين ثم دع الناس إلى الإيمان به فآمن برسول الله المهاجرون من قومه ودوي رحمه أكرم الناس حسبا وأحسن الناس وجوها وخير الناس فعالا ثم كان أول الخلق إجابة واستجاب الله حين دعاه رسول الله نحن فنحن أنصار الله ووزراء رسوله نقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله فمن آمن بالله ورسوله منع منا ماله ودنه ومن كفر جاهدناه في الله أبدا وكان قتله علينا نسيرا أقول قولي هذا وأستغفر الله من المؤمنين والمؤمنات والسلام عليكم فقام ابن بدر فقال نحن الكرام فلا حي يعادلنا منا الملوك وفينا تنصب البيع وكم قصرنا من الأحياء كلهم عند النهاب وفضل العز يتبع ونحن نطعم عند القحط نطعمنا من الشوائي إذا لم يؤنس القزع بما ترى الناس تأتينا سراتهم من كل الأرض هويا ثم نصطنع فننحركم عبدا في أرمتنا للنازلين إذا ما أنزلوا شبع فلا ترانا إلى حي مفاخرهم إلا استقادوا فكان الرأس يقتطع فمن يفاخونا في ذاك نعرفه فيرجع القوم والأخبار تستمع إنا أبينا ولا يأبى لنا أحد إنا كذلك عند الفخر نرتفع وكان حسان غائبا فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسان جاءني رسوله فأخبرني أنه إنما دعاني لأجيب شاعر بني تميم فخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول منعنا رسول الله إذ حل وسطنا على أنف راض من معد وراغم منعناه لما حل بين بوتنا بأسيافنا من كل باغ وظالم ببيت حريد إزه وثرائه بجابية الجولان وسط الأعاجم هل المجد إلا السؤدد العود والندى وجاه الملوكي واحتمال العظائمي قال فلما انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام شاعر القوم فقال ما قال عرضت في قوله وقلت على نحو ما قال فلما فرغ الزبرقان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بثابت قل يا حسان فأجب الرجل فيما قال فقام حسان فقال إن الذوعب من فهر وإخوتهم قد بيّنوا سنة للناس تتبعوا يرغى بهم كل من كانت سريرته تقوى الإله وكل الخير يصطنعوا قوم إذا حاربوا ذروا عدوهم أو حاروا النفع في أشيائهم نفعوا سجية تلك منهم غير محدثة إن الخلائق فعلا شرها البدع إن كان في الناس السباقون بعدهم فكل سبق لأبنى سبقهم تبعوا لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم عند الدفاع ولا يوهون ما رقعوا إن سابقوا الناس يوما فاز سبقهم أو وازنوا أهل مجد بالنبا متعوا أعفة ذكرت في الوحي عفتهم لا يطبعون ولا يرديهم طبعوا لا يبخلون على جار بفذلهم ولا يمسهم من مطمع طبعوا إذا نصبنا لحي لن نبد له كما يدب إلى الوحشية الذرع نسو إذا الحرب نالتنا مخالبها إذ الذعانف من أغفارها خشعوا لا يفخرون إذا نالوا عدوهم وإن أصيبوا فلا خور ولا هلع كأنهم في الوغى والموت مكترع أستم بحلية في أرصالها فدعوا خذ منهم ما أتى عفرا إذا غضلوا ولا يكن همك الأمر الذي منعوا فإن في حربهم فاترك عداوتهم شرا يخاض عليه السم والسلع أكرم بقوم رسول الله شيعتهم إذا تفاوتت الأهواء والشياء أهدى لهم ملحة قلب مؤازره فيما أحب لسان حائق صنعوا فإنهم أفضل الأحياء كلهم إن يد بالناس جد القول أو شمعوا حاشر شمعوا هزلوا وأصل الشمع الطرب والله ومنه قولهم جارية شمع إذا كانت كثيرة الطرب فلما فرغ القول أسلموا وجوزهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن جمعزهم والجائزة هي العطية وكان عم ابن الأهتم قد خلفه القيم في ظهرهم أي في إبنهم وكان أصغرهم سن فقال قيس ابن عاصم وكان يبهد عمر ابن الأهتم يا رسول الله إنه قد كان رجل منا في رحارنا وهو غلام حدث وأزرى به فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطى القوم فقال عمر ابن الأهتم حين بلغه أن قيسا قال ذلك قال يهجوه وَلِلْكَ مُفْتَرِشَ الْهَلُبَاءِ تَشْتِمُونِ عند الرسول فَلَمْ تَصْدُقْ وَلَمْ تُسْلِي سُدْنَاكُمْ سُؤْدَدًا رَهْوًا وَسُؤْدَدُكُمْ بَادٍ وَيَعْجِذُهُ مَقْعٍ عَلَى الْذَنَبِي فيهم عامر ابن التفيل وأربد ابن قيس ابن جزء ابن خالد ابن جعفر وجبار ابن سلمى ابن مالك ابن جعفر وكان هؤلاء الثلاثة رؤساء القوم وشياطينهم فقدم عامر ابن التفيل عدو الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد الغدر به وقد قال له قوم يا عامر إن الناس قد أسلم فأسلم قال والله لقد كنت آليت ألا أنتهي حتى تتبع العرب عقبي أفأنا أتبع عقب هذا الفتى من قريش ثم قال لأربد إذا قدمنا على الرجل فإني سأشغل عنك وجهه فإذا فعلت ذلك فعله بالسيف حاشية فعله بالسيف يريد أقتله ويروى فاظله بالسيف وهو من الغيلة وهي القتل خديعة وخفية فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر ابن الطفيل يا محمد خالني حاشية خالني يروى بكسر اللان مخففة وبتشديدها مكسورة فالأول معناه تفرد لي خاليا حتى أحدثك على انفراد والثاني معناه اتخذني خليلا من المخاملة وهي الصداقة قال لا والله حتى تؤمن بالله وحده قال يا محمد خالني وجعل يكلمه وينتذر من أربد ما كان أمره به فجعل أربد لا يحير شيئا أي لا يرد جوابا فلما رأى عامر ما يصنع أربد قال يا محمد خالني قال لا والله حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له فلما أبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اكفني عامر ابن الطفيل فلما خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر لأربد ويلك يا أربد أينما كنت أمرتك به والله ما كان على ظهر الأرض رجل هو أخوف عندي على نفسي منك وأيضا الله لا أخافك بعد اليوم أبدا قال لا أبالك لا تعجل علي والله ما همنت الذي أمرتني به من أمره إلا دخلت بيني وبين الرجل حتى ما أرى غيرك أفأضربك بالسيف وخرجوا راجعين إلى بلاده حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله على عامر بن الطفيل الطاعون في عنقه فقتله الله في بيت امرأة من بني سلول فجعل يقول يا بني عامر أغدة كغدة البكر في بيت امرأة من بني سلول حاشيه الغدة داء أصيب البعير في حلقه فيموت منه وهو شبيه بالذبحة التي تصيب الإنسان والبكر بالفتح الفتى من الإبل وسلول قوم يصفهم العرب باللؤم والدناء قال السموأل وإنا أناس لا ترى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول عودة للنص ثم خرج أصحابه حين واروه حتى قدموا أرض بني عامر شاتين فلما قدموا أتاهم قومهم فقالوا ما وراءك يا أربد قال لا شيء والله لقد دعان إلى عبادة شيء إلا وجدته أنه عند الآن فأرميه بالنبل حتى أقتله فخرج بعد مقالته بيوم أو يومين معه جمل له يتبعه فأرسل الله تعالى عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما وكان أربد ابن قيس أخى لبيد ابن ربيعة لأمه فقال لبيد يبكي أربد ما إن تعد المنون من أحد لا والد مشفق ولا ولد أخشى على أربد الحتوف ولا أرهب نوع السماك والأسد فعين هل لا بكيتي أربد إذ قمنا وقام النساء في الكبد إن يشغبوا لا يباري شغبهم أو يقصدوا في الحكوم يقتصد خلو أريب وفي حلاوته مر اللطيف الأحشاء والكبد وعين هل لا بكيتي أربدئذ ألوت رياح الشتاء بالعضب وأصبحت لا طحا مصرمة حين تجلت غوابر المدد أشجأ من ليف غابة لحيم ذو نهمة في العلاء وانتقذ لا تبلغ العين قال كما ينبت غيث الربيع ذو الرسد كل بني حرة مصيرهم كل وإن أكثرت من العدد إن لهبطوا يهبطوا وإن أمروا يوما فهو للهلاك والنفد عنوان قدوم الجارود في وفد عبد القيس وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارود بن عمر بن حنش أخو عبد القيس قال ابن هشام الجارود بن بشر بن المعلّة في وفد عبد القيس وكان نصرانيا عن الحسن قال لما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام ودعاه إليه ورغبه فيه فقال يا محمد إني قد كنت على ديني وإني متارك ديني لديلك أفتضمن لي ديني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أنا ظامن لك أن قد هدات الله إلى ما هو خير منه فأسلم وأسلم أصحابه ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حملان فقال والله ما عندي ما أحملكم عليه قال يا رسول الله فإن بيننا وبين بلادنا ضوال من ضوال الناس أفنتبلغ عليها إلى بلادنا قال نا إياك وإياها فإنما تلك حرق النار حاشية ضوال الناس يعني الإبل الأضالة وحرق النار أي لهب النار أي تؤدي إلى ذلك فخرج من عنده الجارود راجعا إلى قومه وكان حسن الإسلام سلبا على دينه حتى هلك وقد أدرك الردة فلما رجع من قومه من كان أسلم منه إلى دينهم الأول مع الغرور ابن المندر ابن المعمان ابن المندر قال الجارود فتكلم فتشهد شهادة الحق ودعا إلى الإسلام فقال أيها الناس إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأكفر من لم يشهد عنوان قدوم بني حنيفة ومعه مسيرمة الكذاب وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني حنيفة فيهم مسيرمة ابن حبيب الحنفي الكذاب قال ابن هشام مسيرمة ابن ثمامة ويكنا أبا ثمامة فكان منزلهم في دار بنت الحارث امرأة من الأنصار ثم من بني النجار قال أبو ذر يقال إن هذه المرأة اسمها كيسة بنت الحارث فحدثن بعض علمائنا من أهل المدينة أن بني حنيفة أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم تستره بالثياب ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه معه عسيب من سعف النخل في رأسه خوصات حاشية العسيب جريد النخل والسعف بفتحتين أرصان النخلة والخوصات جمع خوصة ورق النخل والدون انتهى الشريط السابع عشر وللكتاب بقية على الشريط التالي ترجمة نانسي قنقر الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثامن عشر من الكتاب فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسترونه بالثياب كلمه وسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سألتني هذا العسيب ما أعطيتك قال ابن إسحاق وقد حدثني شيخ من بني حريفة من أهل اليمامة أن حديثه كان على غير هذا زعم أن وفد بني حنيفة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفوا مسيلمة في رحالهم فلما أسلموا ذكروا مكانه فقالوا يا رسول الله إنا قد خلفنا صاحبا لنا في رحالنا وفي ركابنا يحفظها لنا قال فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما أمر به للقوم وقال أما أنه ليس بشركم مكانا أي لحفظه ضيعة أصحابه ذلك الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوه بما أعطاه فلما انتهوا إلى اليمامة ارتد عدو الله وتندى وتكذب لهم قال إني قد أشركت في الأمر معه وقال لوفده الذين كانوا معه ألم يقل لكم حين ذكرتمون له أما إنه ليس بشركم مكانه ما ذاك إلا لما كان يعلم من قد أشركت في الأمر معه ثم جعل يسجع لهم الأصاجع ويقول لهم فيما يقول ملاهات للقرآن لقد أنعم الله على الحب أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحسع والصفاق ما رق من البتن وأحملهم الخمر والزماء ووضع عنهم صلاة وهو مع ذلك يشهد لرسول الله سم الله عليه وسلم بأنه مبي فأصفقت معه حميثة على ذلك فالله أعلم أي ذلك كان ومع ما أصفقت معه اجتنعوا عليه أموان أمر عدي ابن حاتم وأما عدي ابن حاتم فكان أقول فيما دلغني نام رجل من العرب كان أشد تراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به مني أما أنا فكنت امرأا شريفا وكنت نصراني وكنت أسير في قومي بالمرضاع حاشية أي أخذ الربع من الغنعم وكان العرب يجعلون ذلك للرئيس فكنت في نفسي على دين وكنت ملكا في قومي لما كان يسمع بي فلما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم كرهته فقلت لغلام كامل عربي وكان راعيا لابني لا أبالك أعبد لي من ابني أجمالا ذلل سنانا فاحتبسها قريبا مني فإذا سمعت بجيس لمحمد قد وطئ هذه البلاد فآذني ففعل ثم إنه أتانيات غدات فقال يا عبي لا كنت شانعا إذا رشيتك خير محمد فاصنعه الآن فإني قد رأيت رايات فسألت عنها فقال هذه جنيوش المحمد فقلت فقرب لي أجمالي فقربها فاحتملت بأهلي وولدي ثم قلت ألحق بأهل ديني من المصارب الشام فصلكت الجوشية ويقال الحوشية فيما قال ابنه شام وهو جبل بالضباب قرب برية من أرض وجد وخلفت دمتا لحاكم في الحاضر واسمها سفانة فيما يرجح السهيلي والحاضر الحي القديم فلما قدمت الشام أقمت بها وتخالفني خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتشوب ابنك حاتم في من أصابت فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبايا من طوي وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هربي إلى الشام فجعلت من تحاكم في حظورة بداب المسجد كانت السبايا يهبسن فيها فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامت إليه وكانت امرأة جزلة فقالت يا رسول الله هلك الوالد وغاد الوافد ثمن عليها من الله عليك قال ومن وافدك قالت عدي بن حاتم قال الفار هنا الله ورسوله قالت ثم لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركن حتى إذا كان من الغد مرني فقلت له مثل ذلك وقال لي مثل ما قال بالأمس حتى إذا كان بعد الغد مرني وقد يأست منه فأشار إلي رجل من خلفه أن قوم فكرمي فقنت إليه فقلت يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد فمن علي من الله عليك فقال صلى الله عليه وسلم قد فعلت فلا تعجلي بخروج حتى تجد من قومك من يكون لك فقة حتى يبلغك إلى بلادك ثم آذنني فسألت عن الرجل الذي أشار إلي أن أكلمه فطول علي ابن أبي طالب رضوان الله عليه وأقمت حتى قدم ركب من دلي أو قضاعة وإنما أريد أن آتي أخي بالشام فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد قدم رفت من قومي لي فيهم ثقة وبلاغ فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملني وأعطاني نفقة فخرجت معهم حتى قدمت الشام قال أبي فوالله أني لقاعد في أهلي إذ نظرت إلى ضعينة تصوب إلي تأمنا فقلت ابنك حات قال فإذا هي هي فلما وقفت علي إن سحلت تقول القاطع الظالم احتملت بأهلك وولدك وتركت بقية والدك عورتك قلت أي أخية لا تقول إلا خيرا فوالله نالي من عذر لقد صنعت ما ذكرت ثم نزلت فأقامت عندي فقلت لها وكانت امرأة حازمة ماذا ترين في أمر هذا الرجل قالت أرى والله أن تلحق به سريعا فإن يكن الرجل نبيا فلسابق إليه فضله وإن يكن ملكا فلن تذل في عز اليمن وأنت أنت قلت والله إن هذا الرأي فخرجت حتى أقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدخلت عليه وهو في مسجده فسلمت عليه فقال من الرجل فقلت عدي ابن حاتم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق به إلى بيته فوالله إنه لعامد بي إليه إذ لقيته امرأة بعيفة كبيرة فاستوقفت فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتها قلت في نفسي والله ما هذا بملك ثم مضى برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دخل بي بيته تناول وسادة من أدم محشوة ليفة فقذفها إلي فقال اجلس على هذه قلت بل أنت فاجلس عليها فقال بل أنت فجلست عليها وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض قلت في نفسي والله ما هذا بأمر ملك ثم قال إيه يا عدو ابن حاتم ألم تك ركوسية حاشية الركوسية قوم لهم دين بين النصارى والصابئين قلت بلى قال أولم تكن تصير في قومك بالمردع قلت بلى قال فإن ذلك لم يكن يحل في دينك قلت أجل والله وعرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل ثم قال لعلك يا عبد إنما ينعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم فوالله ليشكن المال أن يفير فيهم حتى لا يوجد من يأخذه ولعلك إنما ينعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم فوالله ليشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف ولعلك إنما ينعك من دخول فيه أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم وأيهم الله ليشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض داب قد فتحت عليهم قال فأسلمت وكان عدي يقول قد مضت إثنتان وبقيت الثالثة ووالله لتكون قد رأيت القصور البيضة من أرض باب قد فتحت وقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف حتى تحج هذا البيت وأيهم الله لتكون الن الثالثة ليفي ظن المال حتى لا يوجد من يأخذ عنوان قد فروة ابن موسيك المرابي قال ابن إسحاق وقدم فروة ابن موسيك المرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفارقا لملوك كندا ومباعدا لهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان قبيل الإسلام بين مراد وهمدان وقعة أصابت فيها همدان من مراد ما أرادوا حتى أخليهم أي أكثروا فيهم القتل في يوم كان يقال له يوم الرد فكان الذي قاد همدان إلى مراد الأجدع ابن مالك في ذلك اليوم قال ابن هشام الذي قاد همدان في ذلك اليوم مالك ابن حريم الهمداني ولما توجه فروة ابن موسيك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مفارقا لملوك كندة قال لما رأيت ملوك كندة أعرضت كالرجل خان الرجل عرق نسائها قربت راحلتي أؤل محمدا أرجو فواظلها وحسن ثرائها فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني يا فروة هل ساءك ما أصاب قومك يوم الردم قال يا رسول الله من ذا يسيب قومه مثل ما أصاب قومي يوم الردم لا يسوءه ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له أنا إن ذلك لم يزد قومك في الإسلام إلا خيرا وستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على مراد وزبيد ومجهج كلها وبعث معه خالد بن سعيد بن العاس عن الصدقة فكان معه حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوان قدوم عمر بن معدي كرب في أناس من زبيد وقد معل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن معدي كرب في أناس من بني زبيد فأسلم وكان عمر قد قال لقيس بن مكشوح المراد حين انتهى إليهم عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قيس إنك سيد قومك وقد ذكر لنا أن رجلا من قريش يقال له محمد قد خرج بالحجاز يقول إنه نبي فانطلق بنا إليه حتى نعلم علمه فإن كان نبيا كما يقول فإنه لن يخفى عليك وإذا لقناه اتبعناه وإن كان غير ذلك علمنا علمه فأبا عليه قيس ذلك وسفه رأيه فركب عمر بن معدي كرب حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وصدقه وآمن به فلما بلغ ذلك قيس بن مكشوه أوعد عمرا وتحطم عليه أي اشتد عليه وقال خالفني وترك رأي فقال عمر ابن معدي كرب في ذلك أمرتك يومدي صنعاء أمرا بادي الرشد أمرتك باتقاء الله والمعروف تبتعده خرجت من المنى مثل الحمير غزه وتده تمناني على فرس عليه جالسا أسده علي مفادة كالنهي أخلص ماءه جدده ترد الروح من ثني السمان عوائرا قصده فلولا قيتني للقيت ليثا فوقه لبده تلاقي شنبثا شثن البراثن ناشزا كثده يسام القرن إن قرن تيممه فيعتبده فيأخذه فيرفعه فيخفضه فيقتصده فيدمغه فيحطنه فيخفمه فيزدربه ظلوم الشرك فيما أحرزت أنيابه ويده فأقام فأقام عمر ابن معدي كرب في قومه من بني زبيد وعليهم فروة ابن مسيك فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد عمر ابن معدي كرب وقال حين ارتد وجدنا ملك فروة شر ملك حمارا ساف من خره بثفري وكنت اذا رأيت ابا عمير ترى الحولاء من خبث غدري الحولاء الجلدة التي يخرج فيها ولد الناقة عنوان قدوم الاشعث ابن قيس في وفد كندة قال ابن اسحاق وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الاشعث ابن قيس في وفد كندة فحدثني الزهري ابن شهاد انه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمائين راكبا من كندة فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده وقد رجلوا جممهم وتكحلوا عليه الجبب الحبرة وقد كففوها بالحرير حاشية رجلوا جممهم يريد مشة شعورهم وسرحوها والجمم جمع جمه وهي مجتمع شعر الرأس عودة للنص فلما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تسلموا قالوا بلى قال فما بال هذا الحرير في أعناقكم قال فشقوه منها فألقوه ثم قال له الأشعة ابن قيس يا رسول الله نحن بن آكر المرار وأنت ابن آكل المرار قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ناسبوا بهذا النسب العباس بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث وكان العباس وربيعة رجلين تاجرين وكانا إذا شاعا أي بعدا في بعض العرب فسئلا ممن هما قال نحن بن آكل المرار يتعززان بذلك وذلك أن كنده كان منك ثم قال لهم لا بل نحن بل نضرب نكنانا لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا فقال الأشعث ابن قيس هل فرغتم يا معشر كنده والله لا أسمع رجلا يقولها إلا ضربته ثمانين عنوان قدوم سرد ابن عبد الله الأجدي وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سرد ابن عبد الله الأجدي فأسلم وحسن إسلامه في وفد من الأجد فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه وأمره أن يجاهد بمن أسلم من كان يليه من أبل الشرك من قبائل اليمن فخرج صرد ابن عبد الله يسير بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بجرش وهي يومئذ مدينة مغلقة وبها قبائل من قبائل اليمن وقد ضوت إليهم خسعا فدخلوها معهم حين سمعوا بمسير المسلمين إليهم فحاصروهم فيها قريبا من شهر وامتنعوا فيها منه ثم إنه رجع عنهم قافلا حتى إذا كان إلى جبل لهم نقال له شكر ضن أهل جرش أنه ولى عنهم منهزم فخرجوا في طلبه حتى إذا أدركوا عطف عليهم فقتلهم قتلا شديدا وقد كان أهل جرش بعثوا رجلين منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة يرتادان وينظران فبيناهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد صلاة العصر إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي بلاد الله شكر فقام الجرشيان فقال يا رسول الله ببلادنا جبل يقال له كشر وكذلك يسميه أهل جرش فقال إنه ليس بكشر ولكنه شكر قال فما شأنه يا رسول الله قال إن بذن الله لتنحر عنده الآن فجلس الرجلان إلى أبي بكر أو إلى عثمان فقال لهما ويحكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن لينعى قومكما فقوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسألاه أن يدعو الله أن يرفع عن قومكما فقاما إليه فسألاه ذلك فقال اللهم ارفع عنهم فخرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى قومهن فوجد قومهما قد أصيبوا يوم أصابهم سرد ابن عبد الله في اليوم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال وفي الساعة التي ذكر فيها ما ذكر وخرج وفد جرش حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا وحمى لهم حما حول قريتهم على أعلام معلومة للفرس والراحلة وللمثيرة بقرة الحرف فمن رعاه من الناس فماله سحد أي حرام لا يحل له أن يأكله عنوان قدوم رسول ملوك حمير بكتابهم وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب ملوك حمير مقدمه من تبود ورسولهم إليه بإسلامهم الحارث ابن عبد كلال ونعيد ابن عبد كلال والنعمان قيل ذير عيد ومعافر وهندان حاشية حاشية في بعض النسخ رسول ملوك بصيغة الجمع ورسلهم إليه كذلك والرسول من الألفاظ التي يستوي فيها المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنس القيل يقال هو الملك ويقال بل هو الذي دون الملك الأعلى وهذا هو الأكثر انتهى الوجه الأول وبعث إليه زرعة دويزا مالك ابن مره الرهاوي بإسلامهم ومفارقتهم الشرك وأهله فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله النبي إلى الحارث ابن عبد كلال وإلى نعين ابن كلال وإلى النعمان قيل ذير عين ومعافر وهمدان أما بعد ذلك فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإنه قد وقع بنا رسولكم منقلبنا من أرض الروم فلقينا بالمدينة فبلغ ما أرسلتم به وخبرنا ما قبلكم وأنبأنا بإسلامكم وقتلكم المشركين وأن الله قد هداكم بهدى إن أصلحتم وأطعتم الله ورسوله وأقمتم الصلاة وأعتيتم الزكاة وأعطيتم من المغانم خمس الله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفية حاشية الصفي ما يستفيه الرئيس من الغنيمة وما كتب على المؤمنين من الصدقة من العقار عشر ما سقط العين وسقط السماء وعلى ما سقى الغرب نصف العشر وإن في الإبل الأربعين ابنة لبون وفي ثلاثين من الإبل ابن لبون ذكر وفي كل خمس من الإبل شات وفي كل عشر من الإبل شاتان وفي كل أربعين من البقر بقرة وفي كل ثلاثين من البقر تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين من الغنم سائمة وحدها شات وإنها فريضة الله التي فرض على المؤمنين في الصدقة فمن زاد خيرا فهو خير له ومن أدى ذلك وأشهد على إسلامه وظاهر المؤمنين على المشركين فإنه من المؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم وله ذنة الله وذنة رسوله وإنه من أسلم من يهودي أو نصراني فإنه من المؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم ومن كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يرد عنها وعليه الجزية على كل حال من ذكر أو أنثى حر أو عبد دينار واف من قيمة المعافر وهي ثياب من ثياب اليمن أو عوده ثيابا فمن أدى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن له ذنة الله وذنة رسوله ومن منعه فإنه عدو لله ولرسوله أما بعد فإن رسول الله محمدا النبي أرسل إلى زرعة ديزا أن إذا أتاكم رسلي فأنصيكم بهم خيرا معاذ بن جبل وعد الله بن زيد ومالك بن عبادة وعقبة النمر ومالك ابن مرة وأصحابهم وأن اجمعوا ما عندكم من الصدقة والجزة من مخاليفكم وأبلغوها رسلي والمخاليف جمع مخلاف وهو لأهل اليمن كالجند لأهل الشام والكورة لأهل العراق والرستاق لأهل الجبال والتسوج لأهل الأهواز وإن أميرهم معاذ بن جبل فلا ينقلبن إلا راضيا أما بعد فإن محمدا يشهد أن لا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله ثم إن مالك ابن مرة الرهاوي قد حدثني أنك أسلمت من أول حنر وقتلت المشركين فأبشر بخير وآمرك بحنر خيرا ولا تخونوا ولا تخاذنوا فإن رسول الله هو مولى غنيكم وفقيركم وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته إنما هي زكاة يزكى بها على فقراء المسلمين وابن السليل وإن مالكا قد بلغ الخبر وحفظ الغيب وآمركم به خيرا وإني قد أرسلت إليكم من صالحي أهل وأولي دينهم وأولي علمهم وأمركم بهم خيرا فإنهم منظور إليهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمان وصية الرسول معاذا حين بعثه إلى اليمن قال ابن إسحاق وحدثني عبد الله ابن أبي بكر أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا أوصاه وعهد إليه ثم قال له يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وإنك ستقدم على قوم من أهل الكتاب يسألونك ما مفتاح جنة فقل شهادة أن لا إراه إلا الله وحده لا شريك له عنوان إسلام بن الحارث بن كعب على يدي خالد بن الوليد لما سار إليه قال ابن إسحاق ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخر أو جماد الأولى سنة عشر إلى بني حارث بن كعب بن جران وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثا فإن استجابوا فاقبل منهم وإن لم يفعلوا فقاتلهم فخرج خالد حتى قدم عليهم فبعث الركبان يضربون في كل وجه ويدعون إلى الإسلام ويقولون أيها الناس أسلموا تسلموا فأسلم الناس ودخلوا فيما دعوا إليه فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام وكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبذلك كان أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم أسلموا ولم يقاتلوا ثم كتب خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالد بن الوليد السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلاه أما بعد يا رسول الله صلى الله عليك فإنك بعثتني إلى بني الحارث بن كعب وأمرتني إذا أتيتهم أن لا أقاتلهم ثلاثة أيام وأن أدعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا أقمت فيهم وقبلت منهم وعلمتهم معالم الإسلام وكتاب الله وسنة نبيه وإن لم يسلموا قاتلتهم وإني قدمت عليهم فدعوتهم إلى الإسلام ثلاثة أيام كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعثت فيهم ركبانا قالوا يا بني الحارث أسلموا تسلموا فأسلموا ولم يقاتلوا وأنا مقيم بين أظهرهم آمرهم بما أمرهم الله به وأنهاهم عما نهاهم الله عنه وأعلمهم معالم الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته أكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي رسول الله إلى خالد بن الوريد سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإن كتابك جاءني مع رسولك تخبر أن بني الحارث بن كعب قد أسلموا قبل أن تقاتلهم وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه من الإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله وأن قد هداهم الله بهدى فبشرهم وأنذرهم وأقبل وليقبل معك وفدهم والسلاة عليك ورحمة الله وبركاته فأقبل قالد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل معه وفد بن الحارث بن كعب منه القيس ابن الحسين ذي الغصة ويزيد ابن عبد المدان ويزيد ابن المحجل وعبد الله ابن قراد الزيابي وشباب ابن عبد الله القناني وعمر ابن عبد الله الضبابي فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآهم قال من هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال الهند قيل يا رسول الله هؤلاء رجال بن الحارث بن كعب فلما وقفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلموا عليه وقالوا نشهد أنك رسول الله وأنه لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الذين إذا زجروا استقدموا فسكتوا فلم يراجعه منهم أحد ثم أعاده الثانية فلم يراجعه منهم أحد ثم أعادها الثالثة فلم يراجعه منهم أحد ثم أعادها الرابعة فقال يزيد ابن عبد المدان نعم يا رسول الله نعم يا رسول الله نحن الذين إذا زجروا استقدموا قالها أربع مرار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن خالدا لم يكتب إلي أنكم أسلمتم ولم تقاتلوا لألقيت رؤوسكم تحت أقضانكم قال يزيد ابن عبد المدان أما والله ما حمدناك ولا حمدنا خالدا قال فمن حمدتم قالوا حمدنا الله عز وجل الذي هدانا بك يا رسول الله قال صدقتم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كنتم تغلبون من قاتلكم في الجهرية قالوا لنكم نغلب أحدا قال بلى قد كنتم تغلبون من قاتلكم قالوا كنا نغلب من قاتلنا يا رسول الله أننا كنا نجتمع ولا نفترق ولا نبدأ أحدا بظلم قال صدقتم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني الحارث ابن كعب قيس بن الحصين فرجع وفد بني الحارث إلى قومهم في بقية من شوال أو في صدر ذو القعدة فلم ينقثوا بعد أن رجعوا إلى قومهم إلا أربعة أشهر حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحم ودارك ورضي وأنعم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث إليهم بعد أولى وفدهم عمر بن حزب ليفقههم في الدين ويعلمهم السنة ومعالم الإسلام ويأخذ منهم صدقاتهم وكتب له كتابا عهد إليه فيه عهده وأمره فيه بأمره بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيان من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود عهد من محمد النبي رسول الله لعمر بن حزب حين بعثه إلى اليمن أمره بتقوى الله في أمره كله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وأمره أن يأخذ بالحق كما أمره الله وأن يبشر الناس بالخير ويأمرهم به ويعلم الناس القرآن ويفقههم فيه وينهى الناس فلا يمس القرآن إنسان إلا وهو طاهر ويخبر الناس بالذي لهم والذي عليهم وينين للناس في الحق ويشتد عليهم في الظلم فإن الله كره الظلم ونهى عنه فقال أنا لعنة الله على الظالمين ويبشر الناس بالجنة وبعملها وينذر الناس النار وعملها ويستألف الناس حتى وفقه في الدين ويعلم الناس معالم الحج وسنته وفريضته وما أمر الله به والحج الأكبر الحج الأكبر الحج الأكبر والحج الأصور هو العمر وينهى الناس أن يصلي أحد في ثوب واحد صغير إلا أن يكون ثوبا يثني طرفيه على عاتقين وينهى الناس أن يحتبي أحد في ثوب واحد يخضي بفرجه إلى السماء وينهى أن يعقص أحد شعر رأسه في قفاه وينهى إذا كان بين الناس حيج عن الدعاء إلى القبائل والعشار وليكن دعواهم إلى الله عز وجل وحده لا شريك لا فمن لم يدعوا إلى الله ودعا إلى القبائل والعشار فليقتعوا بالصيف حتى تكون دعواهم إلى الله وحده لا شريك لا ويأمر الناس بإسباغ الولو وجوههم وأيديهم إلى المرافق وأرجلهم إلى الكعبين وينصحون برؤوسهم كما أمر الله وأمر بالصلاة الوقتها وإتمام الركوع والسجود والخشوع ويغلس بالصبح وهو أن يسليه في أول الفجر ويهجر بالهاجرة حين تنير الشمس وصلاة العصر والشمس في الأرض مضبرة والمغرب حين يقبل الليل لا يؤخر حتى تبدو النجوم في السماء والعشار أول الليل وأمر بالسعي إلى الجمعة إذا نودي لها والغسل عند الرواح إليها وأمره أن يأخذ من المغامر خمس الله وما كتب على المرمينه الصدقة من العقار عشر ما سقط العلم وسقط الصماء وعلى ما سقى الغرب نصف العشر وفي كل عشر من الإبل شاتان وفي كل عشرين أربع شيرة وفي كل أربعين من البقر بقرة وفي كل ثلاثين من البقر كبير جذع أو جذعة وفي كل أربعين من الغرب سائمة وحدها شات فإنها فريدة الله التي افترن على المؤمنين في الصدقة فمن زاد خيرا فهو خير له وإنه من أسلم من يهودي أو نصراني إسلاما خالصا من نفسه ودان بدين الإسلام فإنه من المؤمنين له مثل ما لهم وعليه مثل ما عليه ومن كان على نصرانيته أو يهوديته فإنه لا يرد عنها وعلى كل حار من ذكر أو أنثى حر أو عبد بنار واف أو إوله ثياب فمن أدى ذلك فإن له ذنة الله وذنة رسوله ومن منع ذلك فإنه عدو لله ولرسوله وللمؤمنين جميعا صلوات الله على محمد والسلام عليه ورحمة الله وبركاته عنوان ذكر الكذابين مسيلمة الحنف والأسود العنسي قال ابن إسحاق وقد كان تكلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذابين الكذابان مسيلمة ابن حبوب الكذاب باليمامة في دنب حريفة والأسود ابن كعب العنسي بصمعه عن أبي سعيد الخدري بصمعه فأولتهما فأولتهما هذين الكذابين صاحب اليمن وصاحب الومانة وحدثني من لا أبتهم عن أبي هريرة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الصاعة حتى يخرج ثلاثون دجالا كلهم يدع النبوة عنوان خريض الأمراء والعمال على الصدقات وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث أمراءه وعماله على الصدقات إلى كل ما أوطأ الإسلام من الدجال فبعث المهاجرة ابن أبي الأمية تدني النبوة إلى صنعا فخرج عليه العنسي وهوضها ودعث زياد ابن لبيد أخى بني بياضة الأنصاري حضرموت وعلى صدقاتها ودعث عدي بن حاتم على طي وصدقاتها وعلى بني أسد ودعث مالك ابن نبوة على صدقات بني حملة وفرق صدقات بني سعد على رجلين منهم فبعث الزدرقان ابن بدر على ناحية منها وقيس بن عاصم على ناحية وكان فبعث العلاء ابن الحضرم على البحرين وبعث علي بن أبي طالب رغوان الله عليه إلى أهل نجران ليجمع صدقتهم ويقبن عليه بجزتهم عنوان كتاب مسيلنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والجواب عنه وقد كان مسيلنة ابن حبيب قد كتبئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيلنة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك أما بعد فإني قد أشركت في الأمر مات وإن لنا نصف الأرض ولكريش نصف الأرض ولكن قريشا قلنوا يعتدون فقدم عليه رسولان بهذا الكتاب قال ابن مسحاق فحدثني سيخ من أشجع عن سلمة ابن معين ابن مسعود الأشجعي عن أبيه معين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما حين قرأ كتابه فما تقولان أنتما قال نقول كما قال فقال أنا والله لولا أن الرسل لا تقتل لغربت أعناقكما ثم كتب إلى مسيلنة بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلنة الكناب السلام على من اتبع الهدى النباد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وذلك في آخر سنة عشر عنوان حجة اليداع فلما دفن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو القعدة يهج بالحج وأمر الناس إلى جهاز له وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج لخمس ليال بقين من ذو القعدة قال ابن هشان فاستعمل على المدينة أبا دجانة الساعدي ويقال سباع ابن عرفط الغفري ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حجه فأرى الناس مناسكهم وأعلنهم سنن حجهم وخطب الناس خطبته التي دين فيها نبيا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا بهذا الموقف أبدا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إذا أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد ضللت فمن كانت عنده أمانكم فليؤدها إلى من اعتنمه عليها وإن كل ربا موضوع ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون قضى الله أنه ما ربا وإن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله وإن كل دن كان في الجاهلية موضوع وإن أول دنائكم قضع دنى ابن ربيعة ابن الحارف ابن عبد المطلب وكان مستربعا في بني ليه فقتلته هلو فهي أول ما يغدأ به من دناء الجاهلية أما بعد أيها الناس فإن السلطان قد يأسى من أن يؤمن بأرضكم هذه أدلا ولكنه يتع فيما سوى ذلك فقد رضي به لما تحطرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم أيها الناس إن النسوء زيادة في الكفر يذل به الذين كثروا يخلونه آنا ويحرمونه آنا ليواتئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحمى الله وإن الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق الله الصماوات والأرض وإن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهر منها أربعة حرم ثلاثة متوالية ورجب مدر الذي بين ذناغا وشعبان حاشيه إنما أداف رجبا إلى مدر لأنها كانت تعذنه ولم يكن أحد من العرب يفعل ذلك سوىها عودة للنسوء أما بعد أيها الناس فإن لكم على لسائكم حقا ولهم عليكم حقا لكم عليهم أن لا يتئن فرسكم أحد تكرهونه وعليهن أن لا يأتون بفاحشة ممينا فإن فعلنا فإن الله قد أذن لكم أن تهجروا هن في المناجع وتدريبهن ذربا قير مدرح فإن انتهوا فلهم رزقهن وكسوتهن بالمعروف واستوسوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوام لا يملكن لأنفسهن شيئا وإنكم إنما أخدتمهن بأمانة الله واستحللتم فرجهن بكلمات الله حاشي أعوام جمع عامي وهي الأسيرة انتهى الشريط الثان عشر وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط التاسع عشر من الكتاب عودة من نص فاعقلوا أيها الناس قولي فإني قد ألق وقد ترق فيكم ما إن اقصنتم به فلن تدلوا أبدا أمرا بين كتاب الله وسنة نبيه أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم وإن المسلمين أخوة فلا يحل لمرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه فلا تظلمن أنفسكم اللهم هل بلغت فذكر لي أن الناس قالوا اللهم نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد عنوان بعثوا أسامة بن زيند إلى أرض فلسطين قال ابن إسحاق ثم قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام بالمدينة بقية ذي الحجة والمحرم وسفر وضرب على الناس بعثا إلى الشام وأمر عليهم أسامة ابن زيد بن حارثة مولاه وأمره أن يوت الخيلة خوم البلقاء والدارون من أرض فلسطين فتجهز الناس وأوعب مع أسامة بن زيد المهاجرون الأول أوعبوا خرجوا كلهم لم يتخلف منهم أحد عنوان خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك قال ابن هشام وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الملوك رسلا من أصحابه وكتب معهم إليه يدعوهم إلى الإسلام قال ابن هشام حدثني من أثق به عن أبي بكر البذلي قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج على أصحابه ذات يوم بعد عمرته التي صد عنها يوم الحديبية فقال أيه الناس إن الله قد بعثني رحمة وكافة فلا تختلفوا علي كما اختلف الحواريون على عيسى بن مريم فقال أصحابه وكيف اختلف الحواريون ما رسول الله قال دعاهم إلى الذي دعوتكم إليه فأما من بعثه مبعثا قريبا فرضي وسلم أما من بعثه مبعثا بعيدا فكره وجهه وتثاقل فشكى ذلك عيسى إلى الله فأصبح المتثاقلون وكل واحد منهم يتكلم بنوغة الأمة التي بعث إليها فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا من أصحابه وكتب معهم كتبا إلى المنوط يدعوهم فيها إلى الإسر فبعث بحية بن خليفة الكلبي إلى قلصرى ملك الروم وبعث عبدالله ابن حذافة السهمي إلى كسرى ملك فارس وبعث عمر بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة وبعث حاطب بن أبي بلتعه إلى المقوطس ملك الإسكندرية وبعث عمر بن العاص السهمي إلى جيثر وعياذ ابني الجرندي الأجديين ملكي عمان وبعث صنيط ابن عمر أحد بن عامر بن لؤي إلى ثمامة ابن أثال وهوذة ابن علي الحنفيين ملكي اليمامة وبعث العلاء ابن الحورمي إلى المنبر ابن ساوى العبدي ملك البحرين وبعث شجاع ابن وهب الأسدي إلى الحارث ابن أبي شمر الغساني ملك تخول الشام قال ابن هشام أنا مسبت سليطا وثمامة وهوذة والمنبر قال ابن اسحاق حدثني يزيد ابن أبي حبيب المصري أنه وجد كتابا فيه ذكر من بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البلدان وملوك العرب والعجم وما قال لأصحابه حين بعثهم قال فبعثت به إلى محمد ابن شهاب الزهري فعرفه وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه فقال لهم إن الله بعثني رحمة وكافة فأدوا عني يرحمكم الله ولا تختلفوا عليك ما اختلف الحواريون على عيسى بن مريم قالوا وكيف يا رسول الله كان اختلافهم قال دعاهم ما دعوتكم له فأما من قرب به فأحب وسلم وأما من بعد به فكره وأبى فسكى ذلك عيسى منهم إلى الله فأصبحوا وكل رجل منهم يتكلم بلغة القوم الذين ودوا إليهم قال ابن اسحاق وكان من بعث عيسى بن مريم عليه السلام من الحواريين والأتباع الذي كانوا بعدهم في الأرض يترس الحواري ومعه بولس من الأتباع ولم يكن من الحواريين إلى رونية وأن درائس ومنتا إلى الأرض التي يأكل أهلها الناس وتناس إلى أرض باب من أرض المشرق وفي ربس إلى قرطة جنة وهي أفريقية ويحنس إلى أفسوس قرية الفتية أصحاب الكهف ويعقوبس إلى أرشالين وهي إلياء قرية بيت المقدس وابن ثلماء إلى الأعرابية وهي أرض الحجاز وسيما إلى أرض البربر ويهوذا ولم يكن من الحواريين جو إلى مكان يوريس عنوان آخر البعوث قال ابن اسحاق وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة ابن زيد ابن حارثة إلى الشام وأمره أن يبطئ الخيلة تخوم البنقاء والدارون من أرض فلسطين فتجهز الناس وأوعب مع أسامة المهاجرون الأول عنوان ابتداء شكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن اسحاق فبين الناس على ذلك ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكوه الذي قبضه الله فيه إلى ما أراد به من كرامته ورحمته في ليال بقين من صفر أو في أول شهر ربيع الأول فكان أول ما ابتدأ به من ذلك فيما ذكر لي أنه خرج إلى بقيع الغرقد وهو مقبرة أهل المدينة وهي داخل المدينة من جوف الليل فاستغفر لهم ثم رجع إلى أهله فلما أصبح أبتدأ بوجعه من يوم ذلك عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل فقال يا أبا مويهبة إني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقية فانطلق معي فانطلقت معه فلما وقف بين أظهرهم قال السلام عليكم أهل المقادر ليهلئ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه أقبلت الفتن كقطع الليل المذلم يتبع آخرها أولها الآخرة شر من الأولى ثم أقبل علي فقال يا أبا مويهبة إني قد أوتيت مفاتيح خزائه الدنيا والخلب فيها ثم الجنة فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة فقلت بأبي أنت وأمي فخذ مفاتيح خزائه الدنيا والخلب فيها ثم الجنة قال لا والله يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربي والجنة ثم استغفر لأهل البقية ثم انسرف فبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه الذي قبضه الله فيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقية فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول ورأساه فقال بل أنا والله يا عائشة ورأساه ثم قال وما ذرك لو مبت قبلي فقنت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك قالت والله لك أمي بك لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه بدعض نسائك قالت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتام به وجعه وهو يدور على نسائه حتى استعز به وهو في بيت ميمونة حاشين استعز به اشتد عليه وغلبه على نفسه صلى الله عليه وسلم فدعا نساه فاستأغنهن في أي مرض في بيت فأذن له عموان بنت أبي أميه ابن المغيرة وصودة بنت زنعة ابن قيس وزينب بنت جحش ابن رئاب وميمونة بنت الحارث ابن حزن وجويرية بنت الحارث ابن أبي غرار وصفية بنت حيي ابن أخطب فيما حدثني غير واحد من أهل العلم وكان جميع من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة خديجة بنت خويلد وهي أول من تزوج زوجه إياها أبوها خويلد ابن أسد ويقال أخوها عمر ابن خويلد وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين بكرة فولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولده كلهم إلا إبراهيم وكانت قبله عند أبي هالة ابن مالك أحد بني أسيد ابن عمر ابن تنين حليف بن عبد الدار فولدت له هند ابن أبي هالة وزينب بنت أبي هالة وكانت قبل أبي هالة عند عتيق ابن عابد ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزون فولدت له عبد الله وجارية وتزوج رسول الله صلى الله عليه وآيشة بنت أبي بكر الصديق بمكة وهي بنت سبع سنين وبنا بها بالمدينة وهي بنت تسع سنين أو عشر ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها زوجه إياها أبوها أبو بكر وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مئة دهر وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سوده بنت زمعة ابن قلس ابن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك ابن حسل ابن عامر ابن لؤين زوجه إياها سليد ابن عمر ويقال أبو حاطب ابن عمر ابن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مولك ابن حسل وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعمائة درهم حاشية قال ابن هشام ابن إسحاق يخالف هذا الحديث يذكر أن صليطا وأبا حاطب كان غائبين بأرض الحبشة في هذا الوقت عودة للنصر وكانت قبله عند السكران ابن عمر ابن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك ابن حسل وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش ابن رئاب الأسدية زوجه إياها أخوها أبو أحمد ابن جحش وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعمائة درهم وكانت قبله عند زيد بن حارفة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيها أنزل الله تبارك وتعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة بنت أبي أميه ابن المغيرة المخزمية واسمها هند زوجه إياها سلمة ابن أبي سلمة ابنها وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فراشا حشوه أليف وقدحا وصحفة ومجشة وهي الرحى وكانت قبله عند أبي سلمة ابن عبد الأسد واسمه عبد الله فولدت له سلمة وعمر وزينب ورقية وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت أمر بن الخطاب زوجه إياها أبوها أمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مئة درهم وكانت قبله عند خنيس ابن حذافة السهمي وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان ابن حرب زوجه إياها خالد ابن سعيد ابن العاص وهما بأرض الحبشة وأصدقها النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مئة دينار وهو الذي كان خطبها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت قبله عند عبيد الله ابن جحش الأسري وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث ابن أبي غرار الخزاعية كانت في سبايا بن المستلق من خزاع فوقعت في السهل لثابت ابن قيس ابن الشناس الأنصري فكاتبها على نفسها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينهم في كتابتها فقال هل لك في خير من ذلك قالت وما هو قال أقضي عنك كتابتك وأتزوجك فقالت نعم فتزوجها قال ابن هشام ويقال لما صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة بن المستلق ومعه جويرية بنت الحارث فكان بذات الجيش دفع جويرية إلى رجل من الأنصار وديعه وأمره بالاحتفاظ بها وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فأقبل أبوها الحارث ابن أبي غرار بفداء ابنتي فلما كان بالعقيق نظر إلى الإبن التي جاءت من الفداء فرغب في بعيرين منها فغيب هنا في شعب من شعاب العقيق ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال يا محمد أصبتم ابنتي وهذا فداؤها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين البعيران اللذان غيبت بالعقيق في شعب كذا وكذا فقال الحارث أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما اطلع على ذلك إلا الله تعالى فأسلم الحارث وأسلم معه ابنان له وناس كثير من قومه وأرسل إلى البعيرين فجاء بهم فدفع الإبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفعت إليه ابنته جويريا فأسلمت وحسن إسلامها وخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبيها فزوجه إيها وأصدقها أربعمائة دهم وكانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابن عمل لها يقال له عبد الله ويقال اشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابت بن قريس فأعتقها وتزوجها وأصدقها أربعمائة دهم وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حويه بن أخطب سداها من خيبر فاستفاها لنفسه وأولم رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمة ما فيها شحم ولا لحم كانت سويقا وقمرا وكانت قبله عند كنانة بن الربيع ابن أبي الحقيق وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث ابن حزم ابن بحير ابن هزم ابن رويبة ابن عبد الله ابن هلال ابن عامر ابن صعصع زوجه إياها العباس ابن عبد المطلب أصدقها العباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مئة دهن وكانت قبله عند أبي رهن ابن عبد العزة ابن أبي قيس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك ابن حصل ابن عامر ابن لؤي ويقال إنها التي وهبت نفسها لنبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم انتهت إليها وهي على بعيرها فقالت البعير وما عليه لله ولرسوله فأنزر الله تبارك وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها ويقال إن التي وهبت نفسها للنبي زينبو بنت جحش ويقال أم شريك غزية بنت جابر ابن وحب من بني منقر ابن عمر ابن معيص ابن عامر ابن لؤي ويقال بل هي امرأة من بني سانة ابن لؤي فأرجأها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أخر أمرها وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزينة ابن الحارث ابن عبد الله ابن عمر ابن عبد مناف ابن هلال ابن عامر ابن صعصع وكانت تسمى أم المساكين لرحمتها إياهم ورقتها عليهم زوجه إياها قبيصة ابن عمر الهلالي وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعمائة درهم وكانت قبله عند عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطالب ابن عبد مناف وكانت قبل عبيدة عند جهم ابن عمر ابن الحارث وهو ابن عنها فهؤلاء التي بنى بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة فنات قبله منهن إثنتان خديجة بنت خويند وزينب بنت خزينة وتوفي عن تسع ذكرناهن في أول الحديث واثنتان لم يدخل بهن أسماء بنت النعمان الكندلة تزوجها فوجد بها بياضة فمتعها وردها إلى أهلها وعمرة بنت يزيد الكلابية وكانت حديثة عهد بكفر فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم استعادت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نريع عائد الله فردها إلى أهلها ويقال إن التي استعادت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كندية بنت عم لأسماء بنت النعم ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاها فقالت إنا من قوم نؤتى ولا نأتي فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم القراشيات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ست خديجة بنت خويرد ابن أسد بن عبد العزة ابن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن مؤي وعائشة بنت أبي بكر ابن أبي قحافة ابن عامر ابن عمر ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي وحفصة بنت عمر ابن الخطاب ابن مفيل ابن عبد العزة ابن عبد الله ابن قرد ابن رياح ابن رزاح ابن علي ابن كعب ابن لؤي وأم حبيبة بنت أبي سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي وأم سلمة بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن نخزون ابن يقوة ابن مرة ابن كعب ابن لؤي وسودة بنت زمعة ابن قيس ابن عبد شمس ابن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسن بن عامر بن لؤي والعربيات غيرهم سبع زينب بن تجحش بن رئاب بن يعمر ابن صدرة ابن مرة ابن كبير بن غن بن دودان ابن أسد بن خزين وميمونة بنت الحارث بن حزن ابن بحير بن هزن ابن قويبة ابن عبد الله بن هلال بن عامر ابن صعصعة بن معاوية بن بكر ابن هوازن ابن موصور بن عكلمة بن خصفة ابن قيس بن علان وزينب بنت خزينة ابن الحارث ابن عبد الله ابن عمر ابن عبد مناف بن هلال ابن عامر بن صعصعة ابن معاوية وجويرية بنت الحارث ابن أبي غرار الخزاعية ثم المستلقية واسماء بنت المعنان الكنية وعمرة بنت يزيد الكلابية ومن غير العربيات صفية بنت حيين ابن أختب من بن النظير انتهى الوجه الأول عدنا إلى ذكر شكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن إسحاق حدثني يعقوب ابن عتبة عن محمد ابن مسلم الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بين رجلين من أهله أحدهما الفضل ابن عباس ورجل آخر عاصبا رأسه تخد قدما حتى دخل بيتي قال عبيد الله فحدثت هذا الحديث عبد الله ابن العباس فقال هل تدري من الرجل الآخر قال قلت لا قال علي ابن أبي طالب ثم غمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أصابته غمرة المرض واشتد به وجعه فقال هريقوا علي سبع قرب من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم قالت فأقعدناه في مخضب لحفصة بنت عمر والمخضب شبه الإجانة يرسل فيه الثياب ثم صببنا عليه الماء حتى تفق يقول حسبكم حسبكم وقال الزهري حدثني أيوب ابن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عاصبا رأسه حتى جلس على المنبر ثم كان أول ما تكلم به أن صلى على أصحاب أحد واستغفر لهم فأكثر الصلاة عليهم ثم قال إن عبا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله ففهمها أبو بكر وعرف أن نفسه يريد فبكى وقال بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا فقال على رسلك يا أبا بكر ثم قال انظروا هذه الأبواب اللافظة في المسجد أي النافذة إلي فصدوها إلا بيت أبي بكر وفي روالة إلا باب أبي بكر فإني لا أعلم أحدا كان أفضل في الصحبة عندي يدا منه وحدثني عبد الرحمن ابن عبد الله عن بعد آل سعيد بن المعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومئذ في كلامه هذا فإني لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخلت أبا بكر خليلا ولكن صحبة وإخاء إيمان حتى يجمع الله بيننا عنده وحدثني محمد بن جعفر ابن الزبير عن عروة ابن الزبير وغيره من العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استبطأ الناس في بعث أسامة وهو في وجعه فخرج عاصبا رأسه حتى جلس على المنبر وقد كان الناس قالوا في إمرة أسامة أمر غلاما حدثا على جلة المهاجرين والأنصار فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل ثم قال أيها الناس أنفروا بعث أسامة فلعمري لأن قلتم في إمارته لقد قلتم في إمارة أبيه من قبله وإنه لخليق للإمارة وإن كان أبوه لخليقا لها ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانكمش الناس في جهازهم أي أسرعوا وجدوا واستعزا أي غلب واشتد عليه برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فخرج أسامة وخرج جيشه معه حتى نزلوا جرف من المدينة على فرصخ فضرب به عسكرة وتتام إليه الناس وثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام أسامة والناس لينظروا ما الله قاد في رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزهري وحدثني عبد الله ابن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم صلى واستغفر لأصحاب أحد وذكر من أمرهم ما ذكر مع مقالته يومئهن يا معشر المهاجرين استوصوا بالأنصار خيرا فإن الناس يزيدون وإن الأنصار على هيئتها لا تزيد وإنهم كانوا عيبتي التي أويت إليها فأحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسئهم عيبة الرجل خاصته وموضع سره ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بيته وتتام به وجعه حتى غمر فاجتمع إليه نساء من نسائه أم سلمة ومينونة ونساء من نساء المسلمين منهن أسماء بنت عميس وعنده العباس عنه فأجمعوا على أن يلدوه وقال العباس لألدنه حاشية لده سقاه المدود وهو بالفتح ما يسقاه المريض في أحد شقق فمه فلدوه فلما أفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صنع هذا بي قالوا يا رسول الله عمك قال هذا ضواء أتى به نساء جئن من نحو هذه الأرض وأشار نحو أرض الحبشة ولم فعلتم ذلك فقال العباس خشينا يا رسول الله أن يكون بك ذات الجن فقال إن ذلك لداء ما كان الله ليقذفني به لا يبقى في البيت أحد إلا رد إلا عمي فلقد ردت ميمونة وإنها لصائمة لقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم عقوبة لهم بما صنعوا به عن أسامة بن زيد قال لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبت وهبط الناس معي إلى المدينة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصمت فلا يتكلم فجعل يرفع يده إلى السماء ثم يضعها علي فأعرف أنه يدعو لي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما أسمعه يقول إن الله لن يقبض نبيا حتى يخير قالت فلما حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آخر كلمة سمعتها منه وهو يقول بني الرفيق الأعلى من الجنة قلت إذن والله لا يختارنا وعرفت أنه الذي كان يقول لنا إن نبيا لم يقبض حتى يخير عنوان صلاة أبي بكر رضي الله عنه بالناس قال الزهري وحدثني حمزة بن عبد الله ابن عمر أن عائشة قالت لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصل بالناس قلت يا نبي الله إن أبا بكر رجل رقيق ضعيف الصوت كثير البكاء إذا قرأ القرآن قال مروه فليصل بالناس فعدت بمثل قولي فقال إن كن صواحب يوسف فمروه فليصل بالناس فوالله ما أقول ذلك إلا أني كنت أحب أن يصرف ذلك عن أبي بكر وعرفت أن الناس لا يحبون رجلا قام مقامه أبدا وأن الناس سيتشاءمون به في كل حدث كان فكنت أحب أن يصرف ذلك عن أبي بكر عن عبد الله بن زمعة بن الأسود ابن المطالب بن أسد قال لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال إلى الصلاة فقال مروا من يصلي بالناس فخرجت فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائد فقلت قل يا عمر فصل بالناس فقام فلما كبر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتا وكان عمر رجلا مجهرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين أبو بكر يأبى الله ذلك والمسلمون يأبى الله ذلك والمسلمون فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلنا بالناس قال عبد الله ابن زمعة قال لي عمر ويحك ماذا صنعت بي يا ابن زمعة والله ما ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك ولولا ذلك ما صليت بالناس قلت والله ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ولكني حين لم أرى أبو بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة بالناس قال ابن إسحاق وقال الزهري حدثني أنس ابن مالك أنه لما كان يوم الإثنين الذي قبض الله فيه رسوله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الناس وهم يصلون السبح فرفع الستر وفتح الباب فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام على باب عائشة فكاد المسلمون يفتتمون في صلاتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فرحا به وتفرجوا أي ذهب عنهم الغم وانكشف الكرب فأشار إليهم أن اثبتوا على صلاتكم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورا لما رأى من هيئتهم في صلاتهم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن هيئة منه تلك الساعة ثم رجع وانصرف الناس وهم يرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفرق من وجعه فرجع أبو بكر إلى أهله بالسنح وهو موضع كان لأبي بكر رضي الله عنه فيه مال وكان ينزله بأهله وحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث عن القاسم بن محمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين سمع تكبير عمر في الصلاة أين أبو بكر يأبى الله ذلك والمسلمون فلولا مقالة قالها عمر عند وفاته لم يشك المسلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استخلف أبا بكر ولكنه قال عند وفاته إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني وإن أتركهم فقد تركهم من هو خير مني فعرف الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أحدا وكان عمر غير متهم على أبي بكر حاشية قوله إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر وقوله وإن أتركهم فقد تركهم من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني أبو بكر ابن عبد الله بن أبي مليكة قال لما كان يوم الإثنين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصبا رأسه إلى الصبح أي إلى صلاة السبح وأبو بكر يصلي بالناس فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرج الناس فعرف أبو بكر أن الناس لم يسمعوا ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنكس عنه صلى فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذهره وقال صل بالناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه فصلى قاعدا عن يمين أبي بكر فلما فرغ من الصلاة أقبل على الناس فكلمهم رافعا صوته حتى خرج صوته من باب المسجد يقول أيها الناس سعرت النار وأقبلت الفتن كقطع الليل المذلم وإني والله ما تمسكون علي بشيء إني لم أحل إلا ما أحل القرآن ولم أحرم إلا ما حرم القرآن قال فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامه قال له أبو بكر يا نبي الله إني أراك قد أصبحت بنعمة من الله وفضل كما نحب واليوم بنت خارجه أفآتيها قال نعم ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج أبو بكر إلى أهله بالسنة عن عبد الله بن عباس قال خرج يومئذ علي بأبي طالب رضوان الله عليه على الناس من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أصبح بحمد الله بارئا فأخذ العباس بيده ثم قال يا علي أنت والله عبد العصى بعد ثلاث أحلف بالله لقد عرفت الموت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كنت أعرفه في وجوه بني عبد المطلب فانطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان هذا الأمر فينا عرفناه وإن كان في غيرنا أمرناه فأوصى بنا الناس فقال له علي إني والله لا أفعل والله لئن نعناه لا يؤتي الله أحد بعده فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحاء من ذلك اليوم عن عائشة قالت وجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم حين دخل من المسجد فاضطجع في حجري فدخل علي رجل من آل أبي بكر وفي يده سواك أخضر فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه في يده نظرا عرفت أنه يرده فقلت يا رسول الله أتحب أن أعطيك هذا السواك قال نعم فأخذته فمدغته حتى رينته ثم أعطيته إليه فاستن به كأشد ما رأيته يستن بسواك قط ثم وضعه ووجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثقل في حجري فذهبت أنظر في وجهه فإذا بصره قد شخص وهو يقول ذا بالرفيق الأعلى من الجنة فقلت خيرت فاخترت والذي بعثك بالحق وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن إسحاق وحدث من يحيى ابن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد قال سمعت عائشة تقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحدي ونحدي وفي دولتي لم أظلم فيه أحد حاشية السحر الرئة وما يتصل بها إلى الحلقون وهو بفتح فسكون أو بغن فسكون والنحر أعلى الصدر في دولتي تريد في نوبتها التي كانت لها عودة للنص فمن سفه وحداثة سن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض وهو في حجري ثم وضعت رأسه على وسادة وقمت ألتدم مع النساء وأضرب وجهي ألتدم أضرب صدري عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عمر بن الخطاب ووالله ووالله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رجع نسا فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات قال وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر وعمر يكلم الناس فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا في ناحية البيت عليه ضرب حبرة وهو ضرب من فياب اليمن فأقبل حتى كشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل عليه فقبله ثم قال بأبي أنت وأمي أن الموتة التي كتب الله عليك فقد يقتها ثم لم تصيبك بعدها موتة أبدا ثم رد البرد على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج وعمر يكلم الناس فقال على رسلك يا عمر أنصت فأبى إلا أن يتكلم فلما رآه أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر فحمض الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم تلا هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يذر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين قال فوالله لك أن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر يومئذ وأخذها الناس عن أبي بكر فإنما هي في أفواههم فقال أبو هريرة قال عمر فوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى وقعت إلى الأرض ما تحملني رجلان وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات عقرت دهشت وتحيرت عنوان أمر سقيفة بني ساعدة قال ابن إسحاق ولما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم انحاز هذا الحي من الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة واعتزل علي بن أبي طالب والزبير بن عوام وطلحة ابن عبيد الله في بيت فاطمة وانحاز بقية المهاجرين إلى أبي بكر وانحاز معهم أسيد بن حبير في بن عبد الأشهل فأتى آتم إلى أبي بكر وعمر فقال إن هذا الحي من الأنصار مع سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة قد انحازوا إليه فإن كان لكم بأمر الناس حاجة فأدركوا الناس قبل أن يتفاقم أمرهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته لم يفرغ من أمره قد أغلق دونه الباب أهله قال أمر فقلت لأبي بكر انتلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار حتى ننظر ما هم عليه عن عبد الله بن عباس قال أخبرني عبد الرحمن بن أوف قال وكنت في منزله بنا أنتظره وهو عند عمر في آخر حجة حجها عمر فرجع عبد الرحمن بن أوف من عند عمر فوجدني في منزله بنا أنتظره وكنت أقرئه القرآن فقال لي عبد الرحمن بن أوف لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين فقال يا أمير المؤمنين هن لك في فلان يقول والله لو قد مات عمر بن الخطاب لقد بايعت فلانا والله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت قال فغضب عمر فقال إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم قال عبد الرحمن فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاء الناس وهوغاءهم وإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس وإني أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطير بها أولئك عنك كل مطير ولا يعوها ولا يضعوها على مماضعها فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار السنة وتخرص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت بالمدينة متنكنا فيعي أهل الفقه مقالتك ويضعوها على مواضعها فقال عمر أنا والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة قال ابن عباس فقد إن المدينة في عطب ذي الحجة فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواه حين زالت الشمس فأجد سعيد بن زيد بن عمر ابن مفيل جالسا إلى ركن المنبر فجلست حلوه تمس ركبتي ركبته فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب فلما رأيته المقبلا قلت لسعيد بن زيد ليقولن العشية على هذا المنبر مقالة لم يقلها منذ استخلف فأنكر علي سعيد بن زيد ذلك وقال ما عسى أن يقول مما لم يقل قبله فجلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذن قال فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإني قائل لكم يوم مقالة قد قدر لي أن أقولها ولا أدري لعلها بين جدي أجري فمن عقلها ووعاها فليأخذ بها حيث انتهت به راحلة ومن خشي أن لا يعيها فلا يحل لأحد أن يكرب علي انتهى الشريط التاسع عشر وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالاً وهذا هو الشريط العشرون من الكتاب إن الله بعث محمداً وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها وعلمناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على منزل إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف ثم إنا قد كنا نقرأ من كتاب الله لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفهم بكم أن ترغبوا عن آبائكم ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتروني كما أتر يا عيسى بن مريم وقولوا عبد الله ورسوله ثم إنه قد بلغني أن فلانا قال والله لو قد نات عمر بن الخطاب لقد بايعت فلانا فلا يضرن نمرأ أن يقول إن بيعة أبي بكر كانت فلتة فتمت وإنها قد كانت كذلك إلا أن الله قد وقى شرها وليس فيكم من تنقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر فمن بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فإنه لا بيعة له هو وللذي بايعه تغرة أن يقتلى حاشية أي خوف التغرة وهي التغريل ومعناه أن البيعة حقها أن تقع بعد مشورة واتفاق فإذا استبدى اثنان دون الجماعة فبايع أحدهما الآخر فذلك تظاهر منهما بشق العصى والطراح الجماعة فإن عقد لأحد بيعة فلا يكون المعقود له واحدا منهما وليكون معزولين من الطائفة التي تتفق على تمييز الإمام منها لأنه لو عقد لواحد منهما وقد ارتكب الفعلة الشميع التي أحفظت الجماعة من التهاوم بهم والاستغناء عن رأيهم لم يؤمن أن يقتلى عودة للنص إنه كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفون فاجتمعوا بأشرافهم في سقيفة بني ساعدة وتخلف عنا علي بن أبي طالب والزبير بن العوام ومن معهما واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت لأبي بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار فانطلقنا نأمهم حتى لقينا منهم رجلان صالحان فذكر لنا ما تمالأ عليه القوم وقال أين تريدون يا معشر المهاجرين قلنا نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار قال فلا عليكم أن لا تقربوهم يا معشر المهاجرين أقلوا أمركم قلت والله لنأتينهم فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة فإذا بين ظهرانيهم رجل مزمل فقلت من هذا فقالوا سعد ابن عبادة فقلت ما له فقالوا وجع فلما جلسنا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو له أهل ثم قال أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام وأنتم يا معشر المهاجرين رختم منا وقد دفت دافة من قومكم حاشية الدافة الجماعة تأتي من البادية إلى الحاضرة وهي أيضا الجماعة تسير برفق عودة للنص قال وإذا هم يريدون أن يحتاجون من أصلنا ويرتصبون الأمر فلما سكت أردت أن أتكلم وقد زورت في نفسي مقالة قد أعجبتني زورت مقالة أي أعددتها وحسنتها في نفسي أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر وكنت أداري منه بعض الحد فقال أبو بكر على رسلك يا عمر فكرهت أن أغمده فتكلم وهو كان أعلم مني وأوقر فوالله ما ترك من كلمة أعجبتني من تزويري إلا قالها في بديهته أو مثلها أو أفضل حتى سكت قال أما ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسبا ودارا وقد رديت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم وأخذ بيدي وبيدي أبي عبيدة ابن الجراح وهو جالس بيننا ولم أكره شيئا مما قال غيرها وكان والله أن أقدم فتضرب عرقي لا يقربني ذلك إلى إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر قال فقال قائل من الأنصار أنا جذيلها المحكك وأذيقها المرجب منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش حاشية الجذيل تصغير جذل وهو عود منصب للإبل تحتك به وتستريح إليه والعرب تضرب به المثل للرجل يستشفى برأيه والعديق تصغير علق وهي النخلة نفسها والمرجب الذي تبنى إلى جانبه دعامه لكثرة حمله وعزه على أهله وهو مضروب به المثل للرجل الشريف المبجل عودة للنص قال فكثر اللغب وارتفعت الأصوات حتى تخوفت الاختلاف فقلت ابسط يدك يا أبا ذكر فبسط يده فبايعته ثم بايعه مهاجرون ثم بايعه الأنصار ونزونا على سعد بن عبادة فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة فقلت قتل الله سعد بن عبادة قال الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن أحد الرجلين الذين لقوا من الأنصار حين ذهبوا إلى السقيفة عويم ابن سعدة والآخر معا ابن عبي أخو بن العجلان فأما عويم ابن سعدة فهو الذي بلغنا أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الذين قال الله عز وجل لهم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم المرء منهم عويم ابن سعدة وأما معا ابن عبي فبلغنا أن الناس بكوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفاه الله عز وجل وقالوا والله لوجدنا أن نمتنا قبله إنا نخشى أن نفتتن بعده قال معا ابن عبي لكني والله ما أحب أني مدت قبله حتى أصدقه ميتا كما صدقته حيا فقتل معا يوم اليمامة شهيدا في خلافة أبي بكر يوم مسيلمة الكذاب وحدثني الزهري قال حدثني أنس ابن مالك قال لما بوع أبو بكر في السقيفة وكان الغد جلس أبو بكر على المنبر فقام عمر فتكلم قبل أبي بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أيها الناس إني قد كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت وما وجدتها في كتاب الله ولا كانت عهدا عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني قد كنت أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدبر أمرنا يقول يكون آخرنا وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى الله رسوله صلى الله عليه وسلم فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه له وإن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني ثمين إذ هما في الغار فقوموا فبايعوا فبايع الناس أبا بكر بيعته العامة بعد بيعة السقيفة ثم تكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله ثم قال أما بعد أيه الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله أراحموا أرجعه ورده والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله لا يدع قوم من جهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله عن ابن عباس قال والله إني لأمشي مع عمر في خلافته وهو عامد إلى حاجة الله وفي يده الدرة وما معه غيره ويضرب وحشي قدمه ويضرب وحشي قدمه بدرته إذا التقت إلي فقال يابن عباس هل تدري ما كان حملني على مقالة التي قلت حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لا أدري يا أمير المؤمنين أنت أعلم قال فإن هو الله إن كان الذي حملني على ذلك إلا أني كنت أقرأ هذه الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهدا فوالله إن كنت لأظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيبقى في أمته حتى يشهد عليها بآخر أعمالها فإنه للذي حملني على أن قلت ما قلت عنوان جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنه قال ابن إسحاق فلما بويع أبو بكر رضي الله عنه أقبل الناس على جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثة فحدثني عبد الله ابن أبي بكر وحسين ابن عبد الله وغيرهما من أصحابنا أن علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل الثل والفضل ابن العباس وقثم ابن العباس وأسامة ابن زيد وشكران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين ولوغسلة وأن أوث بن خولي أحد بني عوف قال لعلي بن أبي طالب أنشدك الله يا علي وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أوسو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل ددر قال ادخل فدخل فجلس وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسنده علي بن أبي طالب إلى صدره وكان العباس والفضل وقثم يقلبونه معه وكان أسامة بن زيد وشكران مولاه هم اللذان يسبان الماء وعلي يغسله قد أسنده إلى صدره وعليه قميصه يدلكه به من ورائه لا يفضي بيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي يقول بأبي أنت وأمي ما أطيبة حيا وميتا ولم يرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مما يرى من الميت عن عيشة قالت لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه فقالوا والله ما نبري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أو نغسله وعليه ثيابه فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا ذقره في صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن يرسلوا النبي وعليه ثيابه فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه والقميص دون أيديهم قال ابن إسحاق فلما فرغ من غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين حاشية صحاريين نسبة إلى صحار وهي بلدة من بلاد اليمن ويقال هي عمان وبرد حبرة أدرج فيه إدراجا عن ابن عباس قال لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو عبيدة ابن الجراح يضرحوا كحفر أهل مكة الظرح الشق والضريح القبر يشق في وسط الأرض شقا وكان أبو طلحة زيد بن سهل هو الذي يحفر لأهل المدينة فكان يلحد فكان يلحد واللحد الشق يكون في جانب القبر فدعا العباس رجلين فقال لأحدهما اذهب إلى أبي عبيدة ابن الجراح وللآخر اذهب إلى أبي طلحة اللهم خر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة فجاء أبي فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء وضع على سريره في بيته وقد كان المسلمون اختلفوا في دفنه فقال قائل ندفله في مسجده وقال قائل بل ندفله مع أصحابه فقال أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبل نبي إلا دفن حيث يقبل فرفع فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه فحفر له تحته ثم دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون عليه أرسالا أي جماعة جماعة بعد جماعة الواحد رسل دخل الرجال حتى إذا فرغوا أدخل النساء حتى إذا فرغ النساء أدخل الصبيان ولم يأم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد ثم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وسط الليل ليلة الإربعاء عن عائشة رضي الله عنها قالت ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من جوف الليل من ليلة الإربعاء قال ابن إسحاق وكان الذين نزلوا في قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والفضل بن عباس وقثم بن عباس وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال أوس بن خوري لعلي بن أبي طالب يا علي أنشدك الله وحذنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له انزل فنزل مع القوم وقد كان مولاه شقران حين وذع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته وبني عليه قد أخذ قطيفة قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويفترشها فدفنها في القبر وقال والله لا يلبسها أحد بعدك أبدا قال فدفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقطيفة كساء له خمل أي أهداد وقد كان المغيرة ابن شعبة يدعي أنه أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أخذت خاتمي فألقيته في القبر وقلت إن خاتمي سقط مني وإنما طرحته عمدا لأمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أحدث الناس عهدا به صلى الله عليه وسلم عن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارف ابن نوفل عن مولاه عبد الله بن الحارف قال اعتمرت مع علي بن أبي طالب رضوان الله عليه في زمان عمر أو زمان عثمان فنزل على أخته أم هانه بنت أبي طالب فلما فرغ من عمرته رجع فسكب له غسل فاغتسل فلما فرغ من غسله دخل عليه نفر من أهل العراق فقالوا يا أبا حسن جئناك نسألك عن أمر نحب أن تخبرنا عنه قال أظن المغيرة بن شعبة أحدثكم أنه كان أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أجل عن ذلك جئنا نسألك قال أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم أثم ابن عباس عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة تحدثته قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة سوداء حين اشتد به وجعه قالت فهو يضعها مرة على وجهه ومرة يكشفها عنه وهو يقول قاتل الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر من ذلك على أمته عن عائشة قالت كان أقرى ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال لا يترك بجزيرة العرب دينا قال ابن إسحاق ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عظمت به مصيبة المسلمين فكانت عائشة فيما بلغني تقول لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب واشرأبت اليهودية والنصرانية ونجم النفاق وصار المسلمون كالغلم المطرة في الليلة الشاتية لفقد نبيهم صلى الله عليه وسلم حتى جمعهم الله على أبي بكر قال ابن هشام حدثني أبو عبيدة وغيره من أهل العلم أن أكثر أهل مكة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هموا بالرجوع عن الإسلام وأرادوا ذلك حتى خافهم عتاد ابن أسيد فتوارى فقام سهيل ابن عمر فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن ذلك لم يزد الإسلام إلا قوة فمرى بنا ضربنا عنقه فتراجع الناس وكفوا عما هلوا به وظهر عبتاد ابن أسيد فهذا المقام الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لعمر ابن خطاب إنه عسى أن يقوم مقاما لا تذنه انتهى الوجه الأول وقال حسان ابن ثابت يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حدثنا ابن هشان عن أبي زيد الأنصاري بطيبة رسل للرسول ومعهد منير وقد تعف الرسول وتهمد ولا تمتح الآيات من دار حرمة بها منبر الهاد الذي كان يسعد وواضح آثار وباقي معالم وربع له فيه مصلى ومسجد بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستداء ويوقد نعارف لم تتنس على العهد آيها أتاها البلاء فالآي منها تجدد عرفت بها رسم الرسول وعهده وقبرا بها واراه في الترب ملحد ظللت بها أبكي الرسول فأسعدت عيون ومثلاها من الجفن تسعد يذكرن آلاء الرسول وما أرى لها محصيا نفسي فنفسي تبلد مفجعة قد شفها فقد أحمد فظلت لآلاء الرسول تعدد وما بلغت من كل أمر عشيرة ولكن لنفسي بعد ما قد توجد أطالت وقوفا تذرف العين جهدها على طلب القبر الذي فيه أحمد فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد وبورك لحد منك ضمن طيبا عليه بناء من صفيح منضد تهيل عليه الترب أيدي وأعين عليه وقد غارت بذلك أسعد لقد غيبوا حلما وعلما ورحمة عشية عن لوه الثرى لا يوسد وراحوا بحزن ليس فيه النبيهم وقد وهلت منهم ظهور وأعبد يبكون من تبكي السماوات يومه ومن قد بكته الأرض فالناس أكمدوا وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم بات فيه محمد تقطعوا فيه انزلوا الوحي عنهم وقد كان ذا نور يغور وينجدوا يدن على الرحمن من يقتدي به وينقذوا من هول الخزايا ويرشدوا إمام لهم يهديهم الحق جاهدا معلم صدق إن يطيعوه يسعدوا عفو عن الزلات يقبل عذرهم وإن يحسنوا فالله بالخير أجودوا وإن ناب أمر لم يقوموا بحمهم فمن عنده تيسير ما يتشددوا فبيناهم في نعمة الله بينهم دليل به نهد الطريقة يقصدوا عزيز عليه أن يجوروا عن الهدى حريص على أن يستقيموا ويهتدوا عطوف عليهم لا يثني جناحه إلى كنف يحموا عليهم وينهدوا فبيناهم في ذلك النور إذ غدا إلى نورهم سهم من الموت مقصدوا فأصبح محمودا إلى الله راجعا يبكيه جفن مرسلات ويحمدوا وأمست بلاد الحرم وحشا بقاعها لغيبة ما كانت من الوحي تعهدوا قفارا سوا نعمورة اللحب غافها فقيد يبكيه بلات وغرقدوا ومسجده فالمحشات لفقده خلاء له فيه مقام ومقعد وبالجمرة الكبرى له ثم أوحشت ديار وأرصات وربع ومولد فبكي رسول الله يا عين عبرة ولا أعرف أنك الدهر دمعك يجمد وما لك لا تبكين ذا النعمة التي على الناس منها سابع يتغمد فجودي عليه بالدموع وأعوري لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد أعف وأوفى ذنة بعد ذنة وأقرب منه مائلا لا يمكد وأبذل منه للطريف وتالد إذا ظن معطاء بما كان يتلد وأكرم صيتا في البيوت إذا انتم وأكرم جدا أبطحيا يسود وأمنع ذروات وأثبت في العلا دعاء معز شاهقات تشيد وأثبت فرعا في الفروع ومنبتا وعودا غذاه المز فالعود أغيد رباه وليدا فاستتم تماله على أكرم الخيرات رب ممجد تناهت وصاة المسلمين بكفه فلا العلم محبوس ولا الرأي مفند أقول ولا يوفي لقولي عائب من الناس إلا عازب العقل مبعد وليس هوايا نازعا عن ثنائه لعني به في جنة الخلد أخلد مع المصطفى أرجو بذاك جواره وفي لين ذاك اليوم أسعى وأجهد وقال حسان بن ثابت أيها يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال عينك لا تنامك أمما كحلت مآقيها بكحل الأرمدي جزعا على المهدي أصبح ثاويا يا خير من وطئ الحصى لا تبعدي وجهي يقيك التربة لحفي ليتني غيبت قبلك في بقيع الورقدي بأبي وأمي من شهدت وفاته في يوم الاثنين الذي المهتدي فظلمت بعد وفاته متبلدا متلددا يا ليتني لم أولدي أوقيم بعدك بالمدينة بينهم يا ليتني سبحت ثم الأسود أو حل أمر الله فينا عاجلا في روحة من يومنا أو من غدي فتقوم ساءتنا فنلقى طيبا محظا ضرائبه كريم المحتدي يا بكر آمنة المبارك بكرها ولدته محصرة بسعد الأسعدي نورا أضاء على البريء كلها من يهدى من نور المبارك يهتدي يا رب فاجمعنا معا ونبينا في جنة تثنعون الحسدي في جنة الفردوس فاكتبها لنا يا ذا الجلال وذا العلا والسؤدد والله أسمع ما بقيت بهالك إلا بكيت على النبي محمد يا ويح أنصار النبي ورخطه بعد المغيب في سواء الملحد ضاقت بلنصار البلاد فأصبحوا سودا وجوههم كلون الإثم ولقد ولدناه وفينا قبره وفضول نعمته بنا لم نجهد والله أكرمنا به وهدا به أنصاره في كل ساعة مشهد صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد قال ابن سحاق وقال حسان ابن ثابت يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم نب المساكين أن الخير فارقه مع النبي تولى عنه المسحر حاشية نبه أي نبئهم وأخبرهم من ذا الذي عنده رحلي وراحلتي ورزق أهلي إذا لم ينس المطر لم ينس المطر لم يحسوه أن من نعاتب لا نخشى جنادعه إذا اللسان عتا في القول أو عثر الجنادع أوائل الشر وعتا طغى وزاد فليتنا يوم واروه بملحده وغيبوه وألقوا فوقه المدر لم يتوك الله منا بعده أحدا ولم يعش بعده أنثى ولا ذكر ذلت رقاب بن النجار كلهم وكان أمرا من أمر الله قد قدر وقال حسان ابن ثابت يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أليتما في جميع الناس مجتهدا مني ألي يتبر غير إفنادي كالله ما حملت أنثى ولا وضعت مثل الرسول نبي الأمة الهادي ولا بر الله خلقا من بريته أوفى بذنة جار أو بميعادي من الذي كان فينا يستضاء به مبارك الأمر ذا عدل وإرشادي أمسى نساؤك عطن البوت ثمى يضربن فوق قفا ستر بأوتادي مثل الرواهب يلبسن النباذ لقد أيقن بالبؤس بعد النعمة البادي يا أفضل الناس إني كنت في نهر أصبحت منه كمثل المفرد الصادي قال ابن هشام عجز البيت الأول عن غير ابن إسحاق وجد بآخر نسخة من الأصول ما نصه وهذا آخر الكتاب والحمد لله كثيرا وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وأاله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار الراشدين أنشدني أبو محمد ابن عبد الواحد عن محمد ابن عبد الرحمن البرقي قال أوعب أبو محمد ابن عبد الملك ابن هشام كتاب السيرة وبحضرته رجال من فصحاء العرب فقال الكتاب وصار في العرب عشرين عشرين جزءا كرؤها ترضي كملت بلا لحم ولا خطل في الشكل والإعجام والقرض والحم حتى صحنا قله بعض من العلماء عن بعض تم تهديد سيرة ابن هشام في ليلة الخميس وهي الليلة الأولى من شهر رمضان سنة أربع وسبعين وثلاث مئة وألف هجرية والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وكتبه عبد السلام محمد هارون وفيما تبقى نشريط إليكم جزءا من كتاب فقه سيرة للشيخ محمد الغزاد عيد والكتاب منسجن لدينا كاملا على أشريطة أخرى وهو من المقررات الدراسية لكلية الأداب جامعة الملك سعود يقرأ الكتاب عليكم الدكتور محمد إبراهيم مصر المقدمة هناك عظماء كافيون يقرأ الناس قصص حياتهم ليتملوا من عناصر النبوغ فيها وليتابعوا بإعجاب مسالكها في الحياة ونواقفها بإزاء ما يعرض لها من مشكلات وصعاد وقد تكون هذه القراءة المجردة هي الرباط الفذ بين أولئك العظماء ومن يتعرف عليهم وربما تفورت فأصبحت جراسة عميقة أو صلة إنسانية وثيقة وأبادر إلى القول بأني لم أكتب عن صاحب الرسالة العظمى محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وفي نفسي هذا المعنى المحدود فأنا رجل مسلم عن علم أعرف لماذا آمنت بالله رب العالمين ولماذا صدقت بنبوة محمد ولماذا اتبعت الكتاب الذي جاء به بل لماذا أدر الآخرين إلى الإيمان بما سكنت إليه نفسي من هذا كله وقد سبق لي أن نشرت في السيرة فصول منوعة وهل ابتعدت عنها في شيء مما كتبته إن الرسائل التي عالجت فيها بحوث العقيدة والخلق والمعاملة والحكم اعتمدت على سيرة النبي الكريم في كيانها وسياقها ولذلك يصح أن أقول إن هذا الكتاب ليس صلة محدثة برسول الإسلام ولا جملة من الدلائل على صدقه ولا لمحات تكشف للمؤلف عن عبقريته وسناء دعوته فإن ذلك قد استفاد به الكلام في مواضع أخرى ولكن توفرت على إخراج هذا الكتاب وأماني غاية معينة أرجو أن أكون بلغتها إن المسلمين الآن يعرفون عن السيرة قشورا خفيفة لا تحرك القلول ولا تستفير الهمم وهم يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته عن تقليد مورث وعن معرفة قليلة ويكتفون من هذا التعظيم بإجلال اللسان أو بما قلت مؤونته من عمل ومعرفة السيرة على هذا النحو التافه تساوي الجهل بها إنه من الظلم للحقيقة الكبيرة أن تتحول إلى أسطورة خارقة ومن الظلم لفترة نابدة بالحياة والقوة أن تعرض في أكفان الموتى إن حياة محمد ليست بالنسبة للمسلم مثلات شخص فارغ أو دراسة ناقب محايد كلا كلا إنها مصدر الأسوة الحسنة التي يقتفيها ومنبع الشريعة العظيمة التي يدين بها فأي حيف في عرض هذه السيرة وأي خلط في صرب أحداثها إساءة دالغة إلى حقيقة الإيمان نفسه وقد بذلت وسعي في إعطاء القارئ صورة صادقة عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهدت في إبراز الحكم والتفاسير لما يقع من حوادث ثم تركت للحقائق المجلوة أن تدعى آفارها في النفوس دون افتعال أو احتيال وقد استفدت من السير التي كتبها القدامى والمحدثون استفادة حسنة إن المؤرخين المحدثين يميلون إلى التعليل والموازنة وربط الحوادث المختلفة في سياق متناسك وذلك أحسن مرافي طريقتهم والمؤرخون القدامى يعتمدون على حشد الآثار وتمحوص الأسانيب وتسجيل ما دق وجل من الوقائع والشؤون وفي هذه المحفوظات الكثيرة نفائس ذات خطر لو أحسن الاستشهاد بها وإيرادها في مواضعها ولعل هنا مزدت بين الطريقتين على نحو جديد يجمع بين ما في كلتي هنا من خير فجعلت من تفاصيل السيرة موضوعا متماسكا يشد أجزاءه روح واحد ثم وزعت النصوص والمرويات الأخرى بحيث تتسق مع وحدة الموضوع وتعير على إتقان صورته وإكمال حقيقته وقصدت من وراء ذلك أن تكون السيرة شيئا ينمي الإيمان ويزكي الخلق ويلهب الكفاح ويضري باعتماق الحق والوفائلة ويضم ثروة طائلة من الأمثلة الرائعة لهذا كله إنني أكتب في السيرة كما يكتب جندي عن قائده أو تابع عن سيده أو تلميذ عن مستاذه ولست كما قلت مؤرخا محايدا مبتوط الصلة بمن يكتب عنه ثم إنني أكتب وأمان عيني مناظر قائمة من تأخر المسلمين العاطفي والفكري فلا عجب إذ قصصت وقائع السيرة بأسلوب يومئ من قرب أو من بعد إلى حاضرنا المؤسف كلما أوردت قصة جعلتها تحمل في طياتها شحنة من صدق العاطفة ومن سلامة الفكر وجلال العمل كي أعالج هذا التأخر المثير ومحمد ليس قصة تتلى في يوم ميلاده كما يفعل الناس الآن ولا التنويه به يكون في الصلوات المخترعة التي قد تضم إلى ألفاظ الأذان ولا إكنان حبه يكون بتأليف مدائح له أو صياغة نعوت مستغربة يكثوها العاشقون ويتأوهون أو لا يتأوهون فرباط المسلم برسوله الكريم أقوى وأعمق من هذه الروابط الملفقة المكذوبة على الدين وما جنح المسلمون إلى هذه التعبير في الإبانة عن تعلقهم بمبيهم إلا يوم أن ترى كل دواب المليئ وأعياهم حمد فاكتفوا بالمظاهر والأشكال ولما كانت هذه المظاهر والأشكال محدودة في الإسلام فقد افتنوا في اختلاق صور أخرى ولا عليهم فهي لم تكلفهم جهدا ينقصون عنه إن الجهد الذي يتطلب العزمات هو الاستمساك باللباب المهجور وهو العودة إلى جوهر الدين ذاته فبدلا من الاستماع إلى قصة المولد يتلوها صوت رخيم ينهض المرء إلى تقويم نفسه وإصلاح شأنه حتى يكون قريبا من سنن محمد صلى الله عليه وسلم في معاشه ومعاده وحربه وسلمه وعلمه وعمله وعاداته وعباداته إن المسلم الذي لا يعيش الرسول في ضميره ولا تتبعه بصيرته في عمله وتفكيره لا يغني عنه أبدا أن يحرك لسانه بألف صلاة في اليوم والليلة وأريد هنا أن أنبه إلى ضرورة الفصل بين الجد والهزر في حياتنا ولا بأس أن نجعل للهو واللعب وقتا لا يعدوه وللجد والإنتاج وقتا لا يقصر عدو فإذا أراد أحد أن يغني أو أن يستمع إلى غناء فليفعل أما تحويل الإسلام نفسه إلى غناء فيصبح القرآن ألحانا عذبة وتصبح السيرة قصائد وتواشيح فهذا ما لا مساء له وما لا يقبله إلا الصغار الغافلون وقد تم هذا التحول على حساب الإسلام فانسحب الدين من ميدان السلوك والتوجيه إلى ميدان اللهو واللعب وحق في من فعلوا ذلك قول الله عز وجل وذكر به الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوة وغرتهم الحياة الدنيا وتحول القرآن إلى تلاوة منهومة فحسب يستمع إليها عشاق الطرب والذي جعل اليهود والنصارى يذيعونهم في الآفاق وهم ما فيقول أنه لم يحيي موت لتحول السيرة إلى قصص وقصائد غزل وإلى صلوات مبهنة كل ذلك جعل الاستماع إليها ضربا من الخلل النفسي أو الشذوذ الناشئ في نظري من التراب الغرائز وفساد المجتمع وخير من هذا كله أن يستمع طلاب الغناء إلى اللهو المجرد وإلى الألحان الطرب فإذا اتغوا العمل الجادة المهيب طلبوه من نصابره المصفى قرآنا يأمر وينهى ليفعل أمره ويترك نهيه وسنة تفصل وتوضح ليسار فيها بيها وينتفع من حكمتها وسيرة تنفح روادها بالأدب الزكي وبالقواعد الحصيفة وبالسياسة الراشدة وذلك هو الإسلام بدأت أكتب هذه الصحائف وأنا في المدينة المنورة في الجوار الطيب الذي سعدت به حينا وأعانني على إتمام دراسات جيدة في السنة المطهرة والسيرة العطرة ولله المنة على ما أولى من نعمة ولعله جل شأنه يجعلني ممن يحبونه ويحبون رسوله ولما كنت لا أحسن القول والعمل إلا في نطاق الصراحة فلابد أن أشير إلى أن البون بعيد بين المسلمين وبين رسوله مهما أكم له من حب وأدمن من صنوات لقد رأيتهم يزولون الروضة مشوقين متلهفين ويعودون إلى مواطنهم ليجدوا من يغبطهم على حظهم ويعود لو يغفر بما ناله أما أن محبة رسول الله واجبة فهذا ما لا يماري فيه مؤمن وما يغيد حبه إلا من قلب منافك جحود ولكن أن تكون هذه العاطفة مظهر الولاء له فهذا ما يفتاج إلى تهذيب ودنه إن يثرب أن الجوار العاطلة على العودة للعمل في بلادهم ويسمون ذلك هجرة فهل ذلك إسلام أو حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر أنه قابلني نفر من أهل المغرب يزعمون أنهم قدموا إلى المدينة فرارا بدينهم من الفتن فأفهمتهم أنهم فاررون من الزحف لأن إخوانهم يقاتلون الفرنسيين الغزاة وهم يجرمون بفرقهم المجاهدين يحملون وحدهم عبء هذا الكفاح في المنش صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب من ربع قرن وفرنسا تحتل أقطار المغرب الثلاثة وتحتل غيرها من ديار الإسلام انتهى التسجيل على هذا الشريط مع تحياتنا لكم شكرا 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 شكرا